بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حالة جديدة من الماتش اليوم السلساء بإذن الله كان عادة لمدة ساعتين نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوة مصر أو بر مصر فأهلا بكم وكالعادة منورنا جدا من بداية حلقتنا الأهلي يتوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية على مستوى الكرة الطائرة هنا في ملعبه يعود إلى التتويج وهنا في ملعبه يعود للمشاركة إلى كأس العالم للأندية لتجتمع الطائرة واليد وكرة القدم الأهلوية في منديالات الأندية على مستوى كل لعبة مبروك للأهل الذي لم يخسر أي شوط طوال مشاركته في البطولة اللي استضافها وحصد ميداليتها الذهبية في النهاية أما على مستوى فريق الكرة فالخبر صار أن لاعبي الفريق المصابين عادوا من جديد إمام عشور وأليو ديانج ومحمد الشناوي والآن القرار في يد كولر أن يشاركوا في لقاء مازمبي أو أن يريحهم بينما يواصل إعداد من تأكد مشاركته أساسيا في لقاء الإياب في نصف نهائي دور أبطال إفريقيا أما الزمالك فقد أعلن من جديد إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق بينما يواصل الفريق الاستعداد لمواجهة دريمز الغاني الذي فتح مدرجاته كاملة بدون مقابل لمهوره لشد أزره في مواجهة العملاق الأبيض في إياب نصف نهائي الكمفدرالية الإفريقية أما آرسنال قصى قصوة شديدة على تشيلسي في إطار بحثه عن المنافسة على اللقب بينما خسر تشيلسي من جديد في إطار بحثه عن العودة إلى أمجاد غابت بشكل مرعب تفاصيل كتيرة جدا في الماتش في يوم أقيمت فيه مبارتين في الدوري المصري الممتاز نتكلم عن تفاصيلهم فيلا بينا نبدأ الماتش أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش أقيمت مبارتين في الدوري المصري الممتاز النهاردة ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هنتكلم عن تفاصيل المبارتين خلال الدقائق اللي جاية ولكن البداية مع الكرة الطائرة الأهلي الذي استضاف بطولة أفريقيا للكرة الطائرة على ملعبه في الجزيرة نجح النهاردة في التتويج للمرة رقم 16 في تاريخه بيئة البطولة اللي عاد إلى لقبها من جديد لأول مرة من 22 فوز الأهلي جاء بعد تحقيق اللقب على فريق مولودية بوسالم حمل اللقب بثلاثة أشواط دون مقابل والمسيرة الممتازة في البطولة جاءت ممتازة لأنها منذ البداية وحتى النهاية انتصارات الأهلي جاءت بانتصارات نظيفة دون أن يخسر أي شوط ليتأهل الأهلي رسميا إلى بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام في الهند بإذن الله بعد ما عادت الفرق الإفريقية للمشاركة فيها من جديد معانا على التليفون عبدالله عبدالسلام نجم كرة الطائرة الأهلوية والمصرية قائد النادي الأهلي كابتن عبدالله أهلا وسهلا بيك منورنا مبروك الفوز مبروك التتويج مبروك التأهل لكاس العالم الحمد للرب أعلمين الله يبقى حضرتك باشكر حضرتك باشكر العابة الرجالة باشكر الجمهور المحترم اللي مساندنا من الأول السنة الحمد للرب أعلمين يعني موجود كبير فريق محترم فريق يعني الناس يتحبون خليل غير نفوصها صافية راحة طيبة اللي بيجي من بره بيقدي زي اللي جوة وأكثر كمان باشكرهم جدا بطولة مهمة بطولة في الموسم ربنا يتمنوا يتكلموا جدا عشانا إن شاء الله البطولة ربع بإذن الله بسابتوا لحد إن شاء الله كاس مصر بإذن الله البطولة بقول إن هي بامتياز إنك تحقق الانتصارات كاملة بأشواط كاملة بدون أي تعصر في أي مباراة إزاي اشتغلتوا على ده وشايفينوا إزاي كفريق كابتن عبدالله والله الحمد للرب أعلمين أول حاجة تتوفينا عن ربنا سبحانه وتعالى براكتزين من أول فاس في العداد يعني كله شغال براكتز كله بيطلع كل مجهوده وكله بيطلع أي خطوط تعالى الحمد للرب أعلمين زي ما حالك شوفت وزي ما الناس شايفت يعني الإنجاز أو إن أنا أكسب بطلع كل الأشواط زي ما بيجيش من خرار بيجي الضعب مجهود تركيز تركيز جوه الملعب وبره الملعب من حضراتنا تركيز على خطوط وكله باللعب الحمد للرب أعلمين يعني عدينا في شكل قائد بيكون مهمة جيدة لدينا والتي جماهيرنا إذننا مقرحهم ربنا يكمل إن شاء الله اللي جاي بيجيز الحضور الجماهيري اللي النهاردة احتفلته معاه بالحضور وأعتقد كان كثفته أكتر من الأيام اللي فاتت إزاي شفتوا الحضور الجماهيري واحتفالاتكم معاه كابتر عبدالله طبعا بشكرهم جدا وزي ما أصرح حضرتك يعني هم دعملنا من أول من ثنة فاصل عديد سواء بنعبينهم في النادي سواء بنعبينهم بره بشكرهم جدا يعني إحنا كنا نستنينهم النهاردة إن شاء الله ربنا يفرح معاهم بشكرهم جدا يعني من أول حتى نطفل لحد آخر نقطة بيشجعوا تشبيع حاجة زنانية أقولهم حشدونها من ثنينكم وكل النبوطات إن شاء الله ربنا يفرحكم ونعود للقوة السنة اللي فاتت البطل اللي بيتوج أو اعتاد إنه يتوج مش هقول بسهولة لكن خلاص التتويج أمر معتاد بالنسبة له لما تيجي فترة ما بيتوجش بتبقى أكيد صعبة جدا كل يوم بيمر من غير تتويج بالنسبة للأبطال لحد ما يستعيد التتويج مرة تانية إزاي تعملتوا مع الفترة اللي فاتت لحد ما عاد الأهلي بطلا سواء محليا أو إفريقيا والله يعني الحمد لله أول حاجة يعني زي موضوع حدثة بكده طفير ربنا الحمد لله الحمد لله يعني في الإسنا فرقة كبيرة فرقة بطولات غابة البطولة يعني صفير ربنا نرجع عشان الركن خلاص الإفاق حصل بين مين وظهرنا نرجع نركز تاني بنستحل تاني قلوبنا عقل ببعض بتركزنا وطعبنا يعني إحنا مقضيين فتراتنا كلها مع بعض أصلا بنوع في بيوتنا الحمد لله يعني النفوط صافية حب الخل الغير موجود الحمد لله بشكل كويس جدا دي في الأسناد اللي قالي موجودة في الأسناد جاب حالي شوفت اللي برة زي اللي جوه ده اللي بيقدي للنشاكل دول شانا نرجع تاني أقوى والحمد رب عمين يعني برد على أخوك السنة اللي فاتت سوى ديره كاس بنرجع تاني تاني تطولة نسة مخلصناش نسة عندنا تطولة ربعة وطرجة ربعة لازم نحاقه تاني بنرجع الكاس مصري تاني لغاية بقى ثلاث سنة عناد العالي المنديال بعد نسخة السنة اللي فاتت الأهلي بيشارك من جديد إزاي شايفين مشاركتكم المقبلة هي إمتى الأول ديسمبر ولا الصيف ولا فين والله بيبقى في نوفمبر في الآخر أكتوبر طبعا نستناد عشان فيه أولمبياد وبعد الأولمبياد طبعا فيه فترة راحة شوية الموسم بيبتلي في الدولة الأوروبية كلها وبعد كده بيبتلي عامة يعني في آخر عشرة أو أول نوفمبر ربنا يسأل يعني ده أنا بني إزاي ده إن شاء الله ربنا يكرمني وألعاب إن شاء الله رب عالمين طبعا نستعدله بشكل كويس وشكل مخترم في ست فرق أو تامن فرق دلوقتي بأقوى فرق المفهر في الدولة الأعلى ربنا يكرم إن شاء الله رب عامين يعني إن شاء الله في خاصة ضمن النجاج وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإنزلنا في النجاج بإذن الله كابتن عبدالله مبروك لك ولكل فرد في أفراد الفريق ودايما في نجاحات وانتصارات نورتني وشرفتني الكابتن عبدالله عبدالسلام قائد النادي الأهلي على مستوى فريق الكرة الطائرة بطل إفريقيا المتوج والمشارك في منديال الأندية وجميل أوي كس عالم للأندية في الكرة دي معمولة محسومة من شهور كس عالم للأندية في اليد بعد التتويج على حساب الزمالك من أيام على مستوى اليد كس عالم للأندية على مستوى الطائرة والآن الأنظار بتتجه خلصنا من كرة من يد من طائرة يلا نروح للسلة كمان الأهلي حسم الجزء الأول من بطولة أفريقيا يسافر بعد كده مخلص الذهاب عشان يلعب ماتشات القياب على مستوى العودة الأول في حسن مصطفى هنا قبل ما يحاولوا أن يحسم البطولة بعد ماتشات الأربع والجمعة والسبت علشان يشارك في كأس العالم للأندية على مستوى الكرة كرة السلة طيب تعالوا ننتقل إلى كرة القدم لكن على مستوى الدوري المصري الممتاز النهاردة أقيمت مبارتان وكانت النتيجتان كالتالي سموحة التقى مع بلدية المحلة في مباراة تأخر انطلاقها 30 دقيقة بسبب انقطاع المياه والكهرباء مع درجة حرارة مرتفعة قرار بالتأجيل لم يؤجل قرار سموحة بالقصوة على بلدية المحلة سموحة جاية من خسارة أمام الجونة في الجولة اللي فاتت وفاز هذه المرة برباعية بواقع هدفين في كل شوط علشان يعدل مساره سريعاً ويرفع رصيده للنقطة 25 هو نفس رصيد مودرن فيوتشر ونفس رصيد الجونة في المركز السابع ب18 نقطة أما البلدية فالخسارة خلته في النقطة 19 في المركز 14 من 18 مباراة فاركو والمصري التقيا وبضرب الجزاء مبكرة تقدم المصري عن طريق ميدو جابر ثم عزز التقدم عاد فاركو بهدف بعدما أهدر ضرب الجزاء وعاد المصري بنهاية المباراة إلى الوصافة من جديد أما فاركو فتتواصل نتائجه السلبية ده على مستوى الدوري اللي بداية كلامنا هتكون عن مباراة سموحة مع بلدية المحلة المباراة زي ما تابعنا الصبح كانت درجة الحرارة عالية أوي النهاردة ما زاد الأمر الصعوبة هو أنه كان فيه انقطاع للمياه والكهرباء في الساعة اللي قبل توقيت المباراة في ملعب الإسكندرية وبالتالي صدر قرار بتأجيل انطلاق المباراة 30 دقيقة بقرار من لجنة المسابقات لكن سموحة نزل المباراة بأول مصر ساعة عمر قلاوة سجل هدف وبعدها في نهاية الشوت جاستيس أرثر سجل الهدف الثاني الشوت الثاني سجل حسام حسن الهدف الثالث والجونيور أجاية واصل التسجيل بعد ما كان سجل جول حلوة قوي قدام الإسماعيلي من جولتين سجل هذه المرة في الديئة 79 علشان يحصد سموحة النقاط الثلاث ويحتفل الكابتن أحمد سامي المدير الفني وقائد الفريق الهاني سليمان أو أحد كباتن الفريق الهاني سليمان النحية التانية والمباراة اللي لعبت مساء جمعت ما بين المصري البور سعيدي وفاركو في استاد برج العرب ونجح المصري البور سعيدي في أنه يكسب بهدفين عادة للمشاركة الأساسية صلاح محسن بعد انتهاء إيقافه في الوقت اللي مع بداية المباراة حصل على ضربة جزاء بعد لمسة يد على محمود عماد لعب وسط فاركو تصدى لها ميدو جابر اللي سجل هدف التقدم والأهداف الثلاثة اللي حيسجلها لعبة المصري بعد ما محمد الشامي نجح في أن يسجل الهدف التاني للمصري مستغلا تمريرا من ميدو جابر نفسه بقت النتيجة اتنين قبلها ومع بداية الشوت التاني كان حصل فريق فاركو على ضرب الجزاء بعد تدخل من صلاح محسن على وليد فرج ولكن دخل عمر جمال ويلعبها بقوة بس قوة زيادة عن اللزوم وبدقة غائبة فالكورة طلعت فوق العرضة فاستغل ده المصري وسجل التاني قبل منهاية المباراة يحاول يشتت عمر موسى كورة تخبط في راسه تدخل في شباك فريقه ويفوز المصري بنتيجة اتنين واحد ويصل للنقطة رقم واحد وثلاثين بفارق نقطة عن بيرامدز المتصدر أما فاركو في المركز قبل قبل الأخير الستاشر باثناشر نقطة وعلى ذكر بيرامدز فهو ما زال في الصدارة ويسعى إلى تمديد صدارته غدا لأنه بيلتقي مع البنك الأهلي ضمن المباراتين تلعبان في قد الجولة رقم تساعتاشر من الدور المصري الممتاز طلاع الجيش ساعة 4 هيلتقي مع امبي بيرامدز مساء يلتقي مع البنك الأهلي بيرامدز بالنسبة له المباراة هي رحلة البحث عن مواصلة الانتصارات ومواصلة جمع النقاط انتظارا هو كمان ليه متشات لسه مؤجلة ما تلعبتش من الدور الأول لكن انتظارا لأنه يكون الأهلي والزمالك والفرق المتوقع أن هي تدخل إلى المربع الذهبي يصدر إليهم الضغط فكيف سيظهر في مباراته غدا أمام البنك الأهلي اللي أكيد هيسعى هو كمان لتحسين موقفه في جدول الترتيب في ظل تزبذب على مستوى انتصار أو تراجع انتصار أو تراجع بالنسبة لفريق البنك الأهلي ده على مستوى متشات الدوري أما على مستوى أفريقيا هنتكلم عنها لكن الأول تعاون نتكلم عن الدوري الإنجليزي النهاردة اتلعبت مباراة ما بين شوية أرسنل وتشيلتسي وانتهت بخماسية نظيفة لأرسنل أرسنل الباحث عن أنه يواصل مسيرة الضغط على ليفر بول والضغط على منشستر سيتي على مستوى صدارة الدوري الإنجليزي وإحنا في أمطاره الأخيرة نزل المباراة وسجل ومش سجل مرة بل اتنين مش اتنين بل تلاتة تلاتة أربعة الدنيا بقت أن كل هجمة بقت تمثل خطورة والحلوة قوي في أرسنل في ماتش النهاردة هو أنه حتى وهو كسبان خمسة ميكيل أرتي توقف لهم على الخط وهم بيضغطوا ضغط متقدم اللي هو محاولة أنه ده ميت واصل قتله شيلتسي يعني قاعدوا يضغطوا وكل كورة بقت خطيرة وحتى الدنيا بقت لذيذة كده عارف لما بتكسب لما بتتقدم في البلاي ستيشن على أي منافس وبعدها تحس إن اللعبة همدت وبقت بقى أي كورة كده رايح بها بانفراد واللعبة تبدأ تسيب هو بقى ده الوضع إن أي كورة بقت خطيرة لأرسنل فاكتسح تشيلتسي بخمسة أهداف دون مقابل علشان تشيلتسي اللي كان احتفل نسبيا بتحسن المستوى وابتعادي عن الخسائر المتتالية في الفترة اللي فاتت بعيدا عن الخسارة في كاس إنجلترا من منشستر سيتي في الأسبوع اللي فات فجأة ترجع له الخسائر بقوة وبقصوة أما أرسنل فالخماسية اللي حققها النهاردة كانت الحقيقة مرعبة مرعبة وحلوة ومن سجل لتشيلتسي هدف التتويج بدوري أبطال أوروبا سجل في مرماهم بقميص أرسنل وهو كاي هافرتس اللي يعني بيواصل التأكيد على إن طريق التعامل تشيلتسي مع صفقاته لم تكن أبدا بالشكل اللي ممكن يحافظ لك على وضعيتك على الأقل يعني مش لازم تهد وتبني من جديد تشيلتسي ماعتقدش إن المواسم اللي جاية هيكون بهذا السوق وبهذه الوضعية اللي موصلة للمركز التاسع ب47 نقطة لكن الأكيد إن كان ممكن ما يبقاش في الوضعية السيئة دي الموسم ده تروسار تقدم في الديار باع بين وايت سجل هدفين وبينهما كاي هافرت سجل هدفين وأدي خماسية أرسنل والقمة حتى وإن كانت مؤقتة أرسنل معها 77 نقطة من 34 مباراة ليبربول معها 74 نقطة من 33 مباراة منشستر سيتي 73 نقطة لكن من 32 مباراة وبالتالي التالت عنده فرصة أن يعود إلى القمة من جديد لكن شكل الجدول إيه الحلاوة دي ما تقدرش تحسم خالص ولننتظر في النهاية لأن كل تعصر بيدي آمال كبيرة أوي للفريقين التانين أما على مستوى أفريقيا فالأهلي يستعد وبخبر صار المستبعدون بالأمس خاضوا تدريباتهم كاملة والنهاردة في تدريبات الفريق الجماعية ظهر لعبوا الأهلي بشكل كامل والكلام هنا على محمد الشناوي على أليو ديانج على إمام عشور ومعاهم رابعهم حسين الشحات حسين الشحات ظهر بمسك في التدريبات طبعا بعد الجراحة اللي كان عملها في الوجه أليو ديانج حمد الله على السلامة بعد فترة وجراحة وغياب وتأهيل بيرجع مرة تانية وعودته أي مكان حتى لو كولر ما بيعتمدش عليه بشكل أساسي لكن طبعا عودة مهمة جدا لخط وسط الأهلي على مستوى دكة البودلاء حتى على الأقل إنك ما تبقاش بهذا التوتر وقادي قناع حسين الشحات اللي باين من تحته ابتسمته ودي حاجة من الحاجات الحلوة دايما في حسين الشحات أليو ديانج رجع حسين الشحات رجع ومعهم محمد الشناوي بيشارك في التدريبات الجماعية حقيقة بشوف أنه العودة اللي ممكن تقول عليها سريعة لإصابات طويلة سواء إمام أو محمد الشناوي وكأنها رد اعتبار للجهاز الطبي للأهلي اللي دافع عنه بداية مارسيل كولر بالأيام اللي فاتت ودي أكيد لها باكجراوند لها خلفية أنه استشعر الضغط واستشعر أنه فيه واحد بيتظلم بالكلام الكتير فقرر أنه هو بنفسه أنه يتصدر للإعلام ويدافع عنه بتكلم هنا على الدكتور أحمد جابالة خصوصا أنه فكرة تغيير جهازين طبيين قبل الثالث معناها بتسير الجدل وبتخلي انتقاد الجهاز الطبي أسهل بكتير من أي مرحلة فاتت لأنه إذا فيه اتنين مشيوا يبقى أكيد الثالث بسهولة ممكن ينتقد لأنه أكيد هو كمان بيغلط فأن المدير الفني يدعم وبعدها بأيام ييجي الخبر الصاردة فكأنها مرسومة أن يطلع الراجل بالشكل ده يدافع عنه ثم تطلع القرارات المبهجة بعودة إصابات كبيرة ما توقعش حد الحقيقة أنه الشناوي ومعشور تحديدا عودتهم تبقى بالشكل الأسرع من المتوقع ده وديانج نفس القصة صفر إلى مالي عزا والده جراحة خارجية رجل يستكمل البرنامج وعاد اليوم بعد ثلاثة أيام من التجهيزات بمعنى أنه أقرب اللاعبين العائدين للظهور مع الأهلي هو أليو ديانج ليه لأنه أكتر لاعب خالد تدريبات جمعية ولسه معاه أيام ثلاثة جاية وبالتالي قادر على المشاركة في المباراة إذا أراد مارسيل كولر المدير الفني في مواجهة مازمبي إياب الدور نصف النهائي الحاسم لدور أبطال إفريقيا البطولة التي يحمل الأهلي لقبها ويسعى لتمديد سطوته عليها أمام فرق القارة اللي أقربهم على مستوى الموجودين الأربعة مازمبي نفسه أما مروان عطية فواضح بما أنه بيواصل التأهيل بحسب ما أعلن الأهلي هو وياسر إبراهيم أن مشاركته أصبحت أصعب من باقي اللاعبين لأنه لسه في مرحلة تأهيل آه لسه معاك في يومين بتتكلم فيهم سواء الأربعاء أو الخميس لكن كل غياب عن التدريبات الجماعية بيقلل من حظوظ أي لاعب في الظهور إنما في الآخر عودة إمام حتى لو على الدكة عودة أليو ديانج إلى جانب المتاحين سواء كوكا أو أكرم توفيق أو عمر السلية أو أفشا بكل تأكيد بتبقى مهمة جدا بالنسبة لمارسيل كولر كوكا على فكرة شارك عادي جدا النهاردة رغم الكادمة اللي كانت تعرض لها وبالتالي دي نقطة مهمة وبعد الجرح اللي في وجهها أكرم توفيق كمان شارك كل جاهزية لأي لاعب بمثابة نفس جديد في رحلة الأهلي في بطولة أفريقيا أما على مستوى الشكل المتوقع فالتلاتة اللي بدأوا الماتش الأولاني اللي فات هناك في الكونغو سواء كولر بيرسي تاو أو أحمد عبدالقادر أو وسام أبو علي بيواصل تجهزهم مارسيل كولر لأنه غالبا التغييرات اللي هتحصل في ماتش العودة مش هتكون كبيرة عن الماتش الأولاني اللي انتهى بالتعادل السلبي وبالتالي حرص على أن يجهز السنائي الأجنحة ومعهم المهاجم علشان يبقوا أكثر جاهزية لمواجهة العودة اللي بعدها وبعد ما الأهلي إن شاء الله يحسم بطاقة التأهل بها إلى نهاي أفريقيا لمواجهة التراجي أو ساندونز هيجتمع هذا الرجل السويسري مارسيل كولر مع لجنة التخطيط زي ما كنا أعلن من أسبوع بعد ما تأجل الاجتماع بعد ماتش الأهلي والزمالك إلى ما بعد مواجهة مازمبي وده هيبقى معنويات أحسن كمان لما يكون الأهلي كسبان متأهل ولما يكون كمان كولر نفذ بعضا من نصائح خليها نصائح يعني الإدارة ولجنة التخطيط اللي قد أوصت بها لإدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إدارياً النهاردة الأهلي أعلن عن راعي جديد ضمن رعاة للنادي الأهلي أعلن عنهم بشكل متقطع خلال المسلم منهم من يظهر على قميسه ومنهم من يظهر على مخاطبات الأهلي الرسمية لكن وجود الراعي النهاردة ما كانش هو محور النقاش أو الجدل الكبير اللي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي لكن هو أعاد فتح فكرة رعاة النادي الأهلي اللي من ضمنهم راعي من ضمن المقاطعة اللي الناس أو قطاعات جماهيرية مش كروية قطاعات عربية وإسلامية كانت أعلنت عنهم في الشهور الماضية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في فلسطين من جانب الكيان الصهيوني المحتل في الأيام اللي فاتت لو تفتكروا لو نرجع الشهرين ثلاثة كده كان منويل جوزي وصل إلى مصر عشان يصور إعلان كان للشركة الرعية للنادي الأهلي اللي سنوات سنوات طويلة جدا كانت رعية للأهلي لكن ما كانتش أبدا ما صار اهتمام أو جدل لأن الوضع مختلف تماما دلوقتي أما دلوقتي فالناس لما بدأت تشوف بعض الإعلانات أو التيزرز أو ظهور لشعار الأهلي فيما يخص هذه الشركة صار الجدل والجدل ده جاي من أنه هل يقاطع الأهلي أم لا يقاطع الأهلي فتانا يعني اختلفت ردود الفعل ما بين حتى أهلوية وزملكوية ما بين أهلوية وأهلوية علشان نروح للنادي الأهلي ونسأله عن قصة هذا الأمر ما نعلمه إحنا في هذا الإطار عن تحرك الأهلي هو أنه مبدئيا التعاقد مع الشركة دي كراعي هو مش راعي من الرعاء الأساسيين بالنسبة للنادي الأهلي لكنه راعي من ضمن الرعاء يعني الرعي بتاع الأهلي اللي على الأميس سواء شركة اتصالات للموبايلات أو لشركة أو لبنك مثلا هو مش من ضمنهم لكنه موجود الأهلي تعاقد مع الشركة دي قبل أشهر والأشهر دي أكتر من سبعة يعني قبل ما تبدأ الحرب وقبل ما تبدأ حملات المقاطعة ورغم أنه بحسب معلومتنا فقيمة العقد السنوي اللي هو مدته تلات سنوات كل سنة تقريبا ما بين 12 ل 13 مليون يعني هو مش من أكتر الرعاء لكن الأهلي بيرى صعوبة في فكرة أنه يفسخ التعاقد باعتبر أنه تعامله مع شركة عالمية وبيعتبر أنه ده ممكن يضر بصورة النادي الأهلي التعاقدية ده قطاع داخل النادي الأهلي أو توجه داخل النادي الأهلي لكن تصريح الأستاذ أو المهندس عدل القيعي النهاردة رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص برعي مش محور خلاف لما قال أنه بيدعو جمهور الأهلي إلى أنه يشتري من منتجات الرعاء المتعاقدين مع الأهلي وربطه مع الحملة اللي معمولة لرفض تعامل الأهلي مع الراعي المختلف عليه الناس ربطت الاتنين مع بعض فثار الجدل وزاد ولكن خلينا في الحتة دي نكون منطقيين يعني هو الربط طبعا يزود الجدل لكن هو دايما أي نادي بيعلن عن رعاء بيبقى جزء من الإعلان في المؤتمر الصحفي أنه يدعو لزيادة أو كثافة التعامل مع هذا الراعي لأنه نجاح الراعي بعد ما تعاقد مع النادي مكسب للطرفين مكسب أطول للنادي ومكسب بكل تأكيد للراعي اللي بينفق انفاقا مهما جدا ومن أهم مصادر الدخل للأندية المختلفة اللي أبرزها النادي الأهلي على مستوى عدد التعاقدات ولكن فيه توجه آخر قلق وحذر داخل النادي الأهلي في هذا الإطار ما بين عدم التعليق وما بين في نفس الوقت حساب الموضوع من ناحية المكسب والضرر وبالتالي فيه ورقة كده بيتكتب المميزات والسلبيات هل ممكن الأهلي يدرس أي موقف هل ممكن الأهلي يتجه إلى أي موقف أم يواصل العمل بتعاقداته في هذا الإطار؟ ده المشهد اللي كان جوه النادي الأهلي على مستوى الجدل الكبير اللي خرج بالمناسبة على مستوى المقاطعة كمان نفسها اللي حصلة مش بس في مصر بل حول العالم هي نفسها عاملة ردود فعل مختلفة ما بين مؤيد ما بين معارض ما بين بيتساءل حتى بعد إن شاء الله انتهاء الحرب ودي أهم أولوية بالنسبة لنا هل تستمر أم لا؟ فهو القصة جدلية حول العالم لكن بيكون الأهلي بحجمه بجماهيريته فالجدل قد يكون بهذا الشكل الأكبر ده على مستوى الأهلي أما على مستوى الزمالك فبعض الفاصل في الماتش مكملين معكم وكيف يستعد لمواجهة دريمز في قياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية أهلا وسهلا بيكم مرة تانية في الماتش الزمالك أعلن النهاردة إن الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق في نادي الزمالك هيكون هو رئيس بعثة الفريق المتجهة إلى غانا لمواجهة دريمز الغاني في قياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكن الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هيرافق الفريق وده بالنسبة للمباراة اللي هتتلاعي بيوم الأحد المقبل بإذن الله والسفر هيكون يوم الخميس اللي جاي بإذن الله إلى جانب رئيس النادي وإلى جانب رئيس البعثة هيتواجد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ عمر أدهم والكابتن أحمد سليمان عضوي مجلس الإدارة التوفيق إن شاء الله للزمالك في ماتش الإياب اللي واضح إنه هيغيب عنه محمد صبحي محمد صبحي جاي أساسا من إصابة عضلية دخل قيمة الزمالك مع دريمز في ماتش إياب قبل الماتش بساعات قليلة خرج منها خلال الإحماء تعرض محمد عواد لإصابة فدخل محمد صبحي إلى القيمة علشان بقى فيه احتمالات إن محمد عواد ما يعرفش يكمل المباراة وشفنا فيديو يمكن للكابتن محمد عبدالواحد السيد مدير الكرة في الزمالك هو بيتكلم مع عواد لما تعرض للإصابة بيقول له استرجل ما عندناش دكة فكان واضح بالجملة دي وبالخبر بتاع النهاردة إن محمد صبحي تعرض من جديد لمزقف العضلة الضمة إنه كان موجود فقط لدعم محمد عواد يعني كان موجود تحسبا لإن المصاب يتصاب فالمصاب الثاني ينزل فواضح إنه دخوله القيمة كان أساسا عشان التخوف من حالة محمد عواد وبالتالي حتى الزمالك لما سألناه لأنه تحامل على نفسه ودخل قائمة مباراة الزهاب قدام دريمز الغالي لكن النحية الثانية محمد عواد جاهز بحسب ما أعلن الزمالك وبحسب ما أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك إن اللعب يعاني فقط من آلام أسفل الظهر لكن سيتواجد بشكل طبيعي في مباراة الزمالك تأثر الزمالك طبعا بغياب فتوح بغياب عمر جابر بغياب زيزو التلاتة قبل يوم الحد وقبل السفر هيكونوا خاضوا عدد من التدريبات زيزو وعمر جابر جاهزان لمباراة العودة طيب ده على مستوى المشاركتين الإفريقيتين سواء الأهلي أو الزمالك النهاردة وبعد تقريبا شهر أو أقل من استبعاد وإيقاف الاتحاد المصري للشترنج من النشاط الدولي عادة من جديد بإعلان من الاتحاد المصري للشترنج والاتحاد الدولي للشترنج من خلال بيان نشرة من جانب الاتحاد دين سواء الدولي أو المصري في الآن نستعرف مع بعض إيه اللي جي في البيانين قبل ما ندخل في بعض تفاصيل هذا القرار لأنه قرار مهم جدا بكل تأكيد يلا بي زي ما قدام حضراتكم على الشاشة فجي البيان بتاع اتحاد الشترنج أنه القرار صادر في 6 مارس بشأن قرار الاتحاد الدولي للشترنج الصادر في 6 مارس 24 بشأن تعليق عضوية الاتحاد المصري للشترنج يسر الاتحاد الدولي للشترنج أن يعلن عن تقدم كبير تلقى دفعة جزئية من أجل تسوية الديون التي أدت إلى هذا التعليق للناس يعني هيفهم دلوقتي كانت إيه القص في هذا الصدد يعرب الاتحاد الدولي للشترنج عن امتنانه لللجنة الأولمبية المصرية وشخصيا للدكتور أشرف صبحي وزيري الشباب بورياضة المصري والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية كما يشكر الاتحاد الدولي للشترنج على العمل الجاد وتعاون اللجنة المؤقتة التي تقود لاتحاد المصري للشترنج الآن المدير العام أحمد عدلي رئيسا دكتور إيمان الأنصاري عضوا محمد عبد العال عضوا من المفترض أن يتم التوقيع على جدول سادات الديون المتبقية من قبل الأطراف في موعد أقصى آخر مايو 2024 وعلى الرغم من ذلك سيبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في دفعات جزئية لجميع الاتحادات المتضررة في الأسبوعين المقبلين والتي ستكون متناسبة مع المبلغ الإجمالي من الأموال الواردة من الاتحاد المصري ومن المفترض أن إيه؟ مايش أقولنا ده اللي بعده مايش سيتم إجراء جميع المبالغ المستردة بناء على لوائح الاتحاد الدولي للشترنج المعمول بها في وقت بطولة العالم 2023 حلوة دي توضيح مهم جدا أنه مش مثلا بناء على لوائح جديدة أو تعاملت خلال البطولة ولا لوائح اللي كانت موجودة وقت البطولة اللي اتعملت في أكتوبر ولا يزال إجراء فرض العقوبات الصارمة على المسؤولين عن هذه الحالة وعلى رأسهم رئيس الاتحاد السابق هشام الجندي مستمرا وسيتم تنفيذه بالكامل إيه القصة كانت لو تفتكروا قبل البطولة اللي تلعبت في مصر من 14 أكتوبر اللي فات بطولة العالم للناشئين اللي كانت في شرم الشيخ كان في ست دول أعلانت انسحابها من المشاركة وطالبت بالحصول على كل ما دفعته للمشاركة الاتحاد المصري وقتها قال انه لأ مش من حقهم ثم وافق بحسب ما أعلن انه يدفع جزء لان اللي حاب تقول كده ثم تم إيقاف الاتحاد ثم عينت لجنة ثم بدأت بقى قصة التحقيقات وأوقف الاتحاد المصري للشترنج كويس جدا انه بعد شهر واحد بيرجع النشاط لكن نعرف تفاصيل أكتر عن العودة وكيف حلت من خلال المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية باش مهندس ياسر أهلا وسهلا بيك منورنا بخير الحمد لله مبروك لانه ما عداش وقت كبير وخطوة مهمة جدا عودة الاتحاد المصري للشترنج للنشاط الحقيقة يعني طبعا فيه مجودة بزل من التعاون مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية حصل تواصل مع الاتحاد الدولي والاتفاق على ان احنا ندفع جزء قبل وتم سهلا دفع الجزء وبناء عليه تم رفع الايقاف يعني كان فيه تعليق تم رفع الايقاف ومن حق الوقتي مصر انها يتنظم بطولات دولية ويعاد النشاط وإحنا في خلال الفترة القادمة نسد كل المبالغ المالية للاتحادات المبالغة ده تبقى لأي لايحة باش مواندس ياسر سد المبالغة لايح الاتحاد دولي لايح الاتحاد دولي هو ما هو الخلاف هنا ان رئيس الاتحاد السابق كان مش عاوز يدفع لانه كان يعني متردد في الدفع إنما الالتزام بالقوانين والقواعد الدولية ده في الدستور يعني فإذا كانت لايحة الاتحاد دولي بتقول الكلام ده فده واجب إن احنا ننفذ على طول ما كانش يجي ضده إجراء هو عطل الدنيا ورغم إنهم انظروا كذا مرة وهو كان متخوف من الدفع عشان يعني يعني أنه مدمش في لوائحه إنما أول بند في كل لوائح الاتحادات هو احترام المواصيق والقوانين الدوليين اللايحة بتقولي في السياق ده دي يرجع نسبة قد إيه مما دفعته الاتحادات لا التفصيلية طيب يرجع بالكامل بالكامل ده اللايحة بتقول كده في الجزئية اللي حصلت فيه في بعض الحالات بشكل كامل إنما في الجزئية اللي هي بتاعت البطولة دي وكان فيه أحداث يعني قوة قهرة ترجع هي كانت قوة قهرة اللي منعت الدول الستة من المشاركة كان فيه ألأ يعني ألأ من من النهما يجوا على مصر أو يلعبوا في شرم الشيخ أه حاجة كان بيه أحداث حصلت فكان فيه ألأ فهم ما جوش بناء على النفورس المجولي يعني قوة قهرة تمام وبالتالي النسب المتفق عليها هي استعادة كل اللي دفعته الاتحادات مش نسبة منها بالضبط كده وبعدين هو حرك ساعات يعني ساعات بيحصل بعض الأحداث العربية أو الأحداث الأفريقية مش لازم تبقى الأحداث في مصر يعني يعني مش لازم يبقى الحدث في مصر فبيحصل نوع من الألاء فممكن أن تعتذر مفهوم فده تقريباً من اللي حصل في هذا الوقت يعني أنا محضرت في المشكلة في أولا لأن ما كنتش أنا رئيس اللجنة الانبية إنما أنا حضرت في الوقت الأخير إحنا دخلنا في الحل مفهوم بذب جيتوا على الإيقاف يعني موجودين وهو الإيقاف بيطلع مش ويا البطولة بتتلعب التفاصيل الأولانية ما كانت معانا إنما إحنا لما قرينا يعني درسنا الموضوع لأنه كله إنه لازم ترجع الفلوس بالكامل ووضعه القهرة يعني هو طبعاً بيس حد الشطرانك ما أحبش إنه ينفذ هذا الكلام طب التبعية كان لازم ناخد إقراءاتنا لأنه الاتحاد الدولي أوقف النشوات وأوقف الاتحاد المصري والحمد لله برضو بالتعاون مع الدولة والبزارة وتحلت المشكلة زي ما حالك شايف كده كل الأمور الحمد لله الحمد لله القادر بإمكان بيتم حلها بأسفل طيب هو الموضوع بيتم جدولته لكن أنا فاكر إنه وقت الأزمة والإيقاف كان الكلام أنا هنجيبي الفلوس منين والفلوس في أي حساب والدفع في إيه لو كان الحوار هيدور برضو بالجدولة والكلام زي اللي إحنا عملناه ده لو كنا هم عملوا ما كانش مصر أقوى فقط آه مفهوم يعني هو الفكرة بس إنه يعني يعني مفهوم إنه الاتحاد الدولي لو أنت ملتزمتش بقواعد وقرارات الاتحاد الدولي مفهوم إنك هتقفش محتاجة يعني إن حد يسأل يعني محتاجة إنه أعاند مع السلطة الأعلى تمام مفهوم الاتحاد نفسه بقى وضعيته إيه كاتحاد مصري للشترنجة على مستوى وجود لجنة بتديره حاليا إيه تحركات القادمة باش مهندس يسأل هما خلاص بدأ يبدأوا النشاط بتاعهم العادي هما ماشيين على فكرة النشاط المحلية تمام بالتالي أصبح من المحققهم إنه هما يعملوا عنشطة دولية ويشتركوا في عنشطة دولية وينظموا عنشطة دولية خلاص يعود النشاط كما كان يعني بإذن الله ويبقى انتهى إن شاء الله أخيرا عن الأولمبياد وإحنا على بعد أشهر قليلة جدا من انطلاقها إزاي بنواصل الاستعدادات باش مهند السياس كان فيه اجتماع قريب جدا مع عزارة الشباب والرياضة والشركات الرعية والشركات اللي بتدير الأبطال واتفاقنا إنه يبقى فيه متابعة تقريبا متابعة يومية لكل اللي عاديين ومتابعة طبية من كل النواحي لأن احنا عندنا 34 لعيد المفروض إنهم شركات رعية فإحنا عادنا معهم واتفاقنا إزاي نتابعهم طبيا وفنيا وإزاريا من هنا وغاية الزورة الأولمبية إن شاء الله والمتابعة من لجنة مكونة من وزارة الشباب والرياضة وللتأول لجنة ممتاز بالتوفيق إن شاء الله باش مهندس ياسر للجنة الأولمبية ولكل الأولمبيين المشاركين بعالم مصر في الأولمبياد بشكرك جدا على وجودك معنا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اللي بنشارك ببعثة كبيرة في أولمبياد باريس من ضمنها بعثة فريق كرة القدم اللي بيقوده مستر روجيريو ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي ولي مثله اليوم المدير الإداري للمنتخب الكابتن محمود حرب في اجتماعات تحضيرية للجنة المنظمة لبطولة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 24 في فرنسا وتحديدا في باريس من المقرر إن بنقوم بزيارة مع مسؤول اللجنة لمعاينة أماكن الإقامة والملاعب في التدريبات لإننا بنلعب في المجموعة اللي فيها إسبانيا ووصيف كاس أسيا البطولة بتتلعب دلوقتي كاس أسيا دي اللي احنا نلعب مع وصفها اللي هيبقى نضم معنا ومعنا الجمهورية الدومينيكن واحنا ماتشاتنا هتبقى في ملعب لبوغوار الاثنين الأولانيين والتالت اللي هو قدام إسبانيا في ملعب بوردو والبطولة نفسها تنطلق من 24 يوليو إلى 10 أغسطس من هناك في فرنسا كابتن محمود حرب أهلا وسهلا بيك منور الدنيا منورك ربنا خليك عامل إيه أبارك أخبارك إيه زي الفل الحمد لله طمنا إيه أخبار الاستعدادات والاجتماعات التحضيرية والله الحمد لله كله تمام إحنا كان من إمبارة حاجات لنا كانت جات لي دعوة من الفيفا بحضور الاجتماعات التحضيرية وزيارة ملعب التدريب والإقامة إمبارة حاجت معنا في مقر اللجنة الأولمبية هنا في باريس ونقشنا طبعا بعض الأمور الخاصة يعني مولاك خاصة بيشوف طلباتك إيه كل منتخب محتاج إيه أم هيوفره لك إيه الحاجات اللي بتغذي بيوفرها ولكن الحاجات اللي مش بيوفرها وانت بتوفرها على نفقاتك الخاصة يعني هم جدا فابل ننسخ الحاجات دي النهارة ده بعملنا الزيارة الميدانية زي ما بيقولوا كده رحنا الملايب رحنا الملايب التدريب سافرنا نانت النهار ده أنا في نانت لأن احنا مجمويتنا في نانت فسافرنا السبت نانت عملنا الزيارة للملايب التدريب وهي نانت فيه ثلاث ملايب تدريب لمجموعة بتاعتنا هنتمرن عليهم وفي ملعب المباراة اللي هو ملعب ندي نانت اللي هو اللي بيلعب فيه جابتنا مصطفى محمد هل روجيريو ميكالي كان طلبات منك على مستوى تفاصيل معينة عايزك تركز سواء موجودة أو أنك تطلب وجودها بالنسبة لبيعات المنتخب بصوا احنا من ساعة مبادئنا واحنا عاملين نظام للمنتخب في معسكراتنا في ملعبنا في النظام توزيع الغرف للعبين المطاعم طبعا خاصة لنا في حاجات كده أساسية ابن بشغالين عارف كل معسكراتنا بالصراحة متوفرة هنا كل حاجة متوفرة كويس جدا الدنيا منظمة كان لدينا شوية طلبات طبعا هيعملوا هانا ان شاء الله وملعب التدريب كويسة يلسى ان ملعب تحت الانشاء بيوضبوا فيها في ملعب جهزة لكن كل حاجة كويسة حمد لله ايه اللي احنا هنعمله من جانبنا احنا على مستوى الاستعدادات يعني ايه اللي مش متوفر من جانب اللجنة المنظمة واحنا اللي بنضيفه علشان راحتنا احنا او طلباتنا بس هو يعني مثلا يعني هديك مثال احنا مثلا ريكوفري هم عاملينه في ملعب التدريب احنا ساعة بنفضل بنعمله في الفندو عشان بقى فيه السونة وستيم وحاجات كده فدي احنا كده كده انا بقى موفر معايا مغاطس للريكوفري وكده فهم قال لك لا احنا بقى موفر بالنسبة لنا في الملعب انتوا عايزين انت موفر الفندو يبقى دي هتبقى تبعكم طبعا موضوع الاكل الحلال دي طبعا عشان دي نقطة مهمة ايوه فبس طلبناها منهم ولا وعدونا انهم يوفروها ان شاء الله يكون متوفر الاكل الحلال في الفندو ايوه انت فنانت بتقول اه قابلت مصطفى ولا لسه قابلت والله قابلت من هنا ان يعني كنه صفير بصراحة ممتاز ممتاز يعني ما سابناشه ومتابعنا بالتليفون وقابلناه طبعا وزي ما بقول لك قال لنا اي حاجات عزوها لانه ما شاء الله مسيطر هنا جامد ممتاز قلت له يجهز عشان غالبا هيبقى معاكم هناك كلهم جاهزين كل اللي عيبة جاهزين والله وربنا احتهل ان شاء الله اللي هيبقى لي والله العظيم بكلمك عم تعمل كل اللي عيبة يعني كلهم متفاصلين معانا وكلهم يعني زي ما احنا بنتمنى انهم يكونوا معانا هم برضو يتمنون ان شاء الله يمثلوا مصر ان شاء الله موفقين وبالسلامة بإذن الله كابتن محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي زي ما انتوا عارفين طبعا فيه ثلاثة من اللاعبين فوق الثلاثة وعشرين سنة من حق كل منتخب ضمهم للمشاركة بحسب معلومتنا ففيه من ضمن السلاسي ده وجهة الى مصطفى محمد وطبعا الى جانب الاولوية بالنسبة لمحمد صلاح سواء في حال سمرما محمد الشناوي على حسب جاهزيته او الى لعب خط وسط ده لو يعني انت بتكلم فاربعة او الاولوية فيهم صلاح لكن لو صلاح مش موجود فممكن يبقى مصطفى محمد محمد الشناوي امام عشور في كل خط لعب طيب بالعودة للأهلي من شوية نهاردة مجلس ادارة النادي الأهلي بالكامل اعتقد كان موجودا في تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا لالكرة الطائرة ودائما فيما يخص كل الألعاب الجماعية فدائما ما يظهر بوضوح اسم الراحل الكبير العمري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي لما قدمه بشكل عام للأهلي ولما قدمه تحديدا لألعاب الصلاة في السنوات الأخيرة فبكل تأكيد بيكون في الحفاوة واضحة بشقيقي العمري فاروق الدكتور خالد العمري والدكتور هشام العمري اللي معنا الدكتور خالد العمري الشقيق الأكبر دكتور خالد أهلا وسهلا بيك منور الدنيا أهلا محاكف منور حضرتك بداية ببرك لك التتويج والاحتفالات الكبيرة والابتسامة الحلوة اللي كنا شايفينها في الصورة اللي قدامنا حالا على الشاشة شفت إزاي تتويجي الفريق النعاردة ببطولة أفريقيا للطيرة احنا كنا فرحان احنا أهلوية طبعا العيلة كلها أهلوية طبعا وخبر حضرتك احنا أولا فرحانين جدا 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 أهلي كل مصر كمان يعني الأهلي بصراحة قدم أولا بطولة رائعة ومنظمة كوي جدا محمد بيضة ماطي الحقيقة عام شغل فيها أكثر من رائع وطبعا كل المساعدين بتوهو الندي أهلي وكمان الجماهير كانت رائعة إنما كمان الأداء بتاع العيب النعاردة كانت راقي جدا وممتأ الحقيقة أما حضورنا الحقيقة يعني العمري كان يحب النادي الأهلي و控 ossip على لعب الصلاة والنادي أي حاجة فيها النادي الأهلي مزبوط العمري فاروق كان عنده استداد يعمل أي حاجة للنادي الأهلي يعني إذا وقف على باب النادي الأهلي هي وقف على باب النادي الأهلي هو كان حياته كلها النادي الأهلي الله يرحمه الله يرحمه يا حسيني ده عمره الرياضة المصرية والنادي بقى ده كان بيعمل الشورو وبيحبه مش بيجعمله وهو متأذي او حس انه لا هو كان بيحب ده بس وطبعا هو في فترة الاخيرة حصل بريكسلو عالي او انجاز عالي في الصلاة ما شاء الله وكان هو واحد من اللي كان لهم بصمة طبعا مع كفخة عواضي ومجل الزارة واللعيبة ومجل فانين وكل كله بيساعدون يعني ومجل عامل النادي بقى ده كله بيساعد كل الالعاب حتى الشباب او الفئات العمرية الادنى منها مع اي تتويج كمان دلوقتي دايما بيحتفلوا بصورة العمري فاروق يمثل لكم ايه ده العمري كان دايما لما تقوله احنا هنصلح ملف معين يقولك دكتور خالد عايز صلحه بطريقة زي الاوكورديون يقوله ايه الاوكورديون ده يقولك تصلحه من فوق وتصلحه من تحت دمان اليوم يقابلوا بعض تتصلح من الفريق كبير وتصلح من الناشئين ممتاز يوم دولي قابل داي قابل ده يلاقي الدنيا حارمة للطفرة هو كان دايما بيحب الشغل بالطرقات دي هو من تحت ممتاز ممتاز هو الحقيقة عمل الموضوع ده وكان بيجد متعة وتحدي واسرار وعزيمة كل الحاجات دي كنا بنلاقيها الله يرحمه يا رب احنا بنشتاقله بصراحة بنبكي عليه لله بنشتاقله جدا انا واخوه اخوه فاكر انه العيد قضل تلات ايام هناك دكتور يسامن عمري عنده انا بروح لكل تلات اربعة ايام بصدوره بشتاقله اخويا ومش اي اخويا ده عزيز زائلة وعزيز قو وكان روحوا فينا وروحنا فيه بس فهو الحقيقة عايزين نشم ريحته عايزين نحس بنوة جنبنا عايزين نحس بي وفرحته فاحنا روحنا النهاردة والحقيقة الناس ما خزرت ناش وكمان الجماهير في الاخر يعني بكتنا بانها يعني غنت للعمري فاروق فاحنا بكينا من الفرحة وحضرتك بتحيي الذكرى دايما مع كل بطولة بتواصل مع تادة هو ان يقوم به بجملة الحمد لله والشكر لله اه هو كان حياة دي التيمة بتاعته دايما يقول الحمد لله والشكر له هو كان دائم الحمد على فكرة حتى في حياته الشخصية كان على بقه دايما الحمد لله وكان رغم ان هو ربنا كان كرمه وواواواواوا انما هو الرجل كان في حقيقته كان شخص متوضع جدا وبسيط جدا حيلا انما هو كان جد جدا جد ايه زي الساعة وخبر حبيبتك حب يجوم شغره من النجمة بيبدأ يومه من الفجر وخبر حبيبتك نومه قليل طبيعته هو عنده عزيمة وجلد على النسور والدقة في التعامل بحبش يشتغل عشوائي بيشتغل رؤون الألم وها كزا هو راح للخلق والأحسن منه كلنا لها كلنا لها كان في فكرة تمثال للعمري فاروق اتقالت الأيام اللي فاتت بقرار مجلس ادارة كابت المحمود بالضبط كابت المحمود الخطيب اللي ينضم الى تمثالين فقط سواء التتش او صالح سليم ازاي شفتوا القرار ده دكتور خالب والله هو كابت المحمود ربنا يكريمه لعينا انا ودكتور يشامو محمد صدرهيم ونقش معنا مجلس ادارة اقترح اكتر من سيناريو واحنا بناخد رأيه وفي احنا يعني كوافقة الرؤى على انه يتعمل التأبين وكده وفي نفس الوقت يتعمل التمثال وكده ومبنى باسم الكابت المحمود هو قريب بس طبعا ما يصحش ان انا يعني اعلن امتى قريب جدا قريب جدا اه جدا جدا كمان وحاجة معمولة شرفت شفتوه خلاص شفتو الشكل النهائي لا لا ما يعني هو كابت المحمود اطلعنا على كل حاجة وخبرها ذلك وطبعا اتعمل له من اتكر من وجه يعني خصها معمولة حاجة محترمة منتاز ونفس اللي عامل هيتحط فين في النادي في نفس جنب التمثال يعني في مكان معين لا لا في المبنى الاداري بتاع المبنى الاداري اللي هو الزجاجي تمام الجزيرة يعني اه هيبقى مبنى هيتسمى مبنى عمري فاروق وهيبقى جوه المدخل بتاعه ربنا ارحمه وسيرته الطيبة دايما باقية عمد الله ومشرفنا في كل حتة رجل محترم يدون بيفا ادرب شرفه بامانة وبنزاهة وباحترام وبوطنية وبحب البلد وحب النادي اشتغل من قلبه ولا نزكي على الله ولكن نحتاجه على كله الله يرحمه ويصبركم نورتني وشرفتني دكتور خارد العمري شقيق الراحل العمري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي السابق اخيرا وقبل الفاصل النهاردة اتحاد الكرة استدعى مسؤولي امبي ومسؤولي المصري البورسعيدي اللي جم كمرافقين للاعب المصري البورسعيدي اللي اتهمه مسؤوله امبي بانه مزور في سنه ضمن واقعة ازمة بطول التدوري الجمهورية الفين وثلاثة اللاعب اللي حضر النهاردة في القصة هو لاعب فريق المصري البورسعيدي ابراهيم سعيد اللي امبي بيقول انه هو يعني عايز يطالب بالنقاط السلاس انبارح الكابتن عامر حسين رئيس ادارة المسابقات اتكلم في انه اي مباراة لو ثبت الامر شارك فيها اللاعب هتخصم نقاط متخيلة اللي كنت لست بحكي لك عليهم بارح قصة انه ايه بقى اللي ممكن شكل الجدوى اللي بعمل ازاي فجأة لو خصمت كل النقاط وبالتالي مهم جدا انك تقفل ده من البداية ولكن امبي اكد انه لا يتهم المصري البورسعيدي بل يتهم اللاعب وده بعد ما كان يمكن المصري نفسه استاء من اتهامه بالتزوير معنا عالتالي فون الكابتن محمد اسماعيل مدير الكرة في نادي امبي اللي كان حاضرا التحقيق اليوم كابتن اسماعيل اهلا وسهلا بيك حبيبي ازاك يا هاني كل جنون طيبة حبيبي وحضرتك بألف خير يا رب ايه اللي حصل النهاردة والله النهاردة كان الاتحاد بعث لنا ميل يعني مبارح ان احنا فيه تحيي وعايزين مندوب من امبي يعني وعشان نعرض صلباتنا ويسألونا شوية حكاية وقد كان يعني وروحنا النهاردة كده كان مستشار محمد المشر هو اللي موجود يعني وبيتابع الموضوع وكان تقريبا مستدعين اللاعب هناك ورئيس كتاع النشقين نادي المصر يعني وكان العادة زي ما حضرتك لسه هانين احنا اول ما بتديت انا بس قلت المستشار احنا ما بتنتهمش النادي المصري طبعا خالص على الاطلاق لان الموضوع ده النادي ولا نادي امبي ولا نادي المصري ولا نادي الاهلي ولا اي نادي بيزور مش نادي في العالم بيزور او في مصر اللي نتكلم في مصر يعني بيزور انت بيجي لك لعيب باوراق كيد معينة بتطلب منه يجي مثلا كده عائلة البطاقته شهادة ميلاد بيجيب لك الاوراق بترجعها وبتروح تأيض وفي المنطقة تمام انت بعد كده بتكتشف ان الورق اللي جايبه لك ده اللاعب ده مش مصبوط اه يعني انت احنا الاندي هاي اللي مصدومة في الحوار احنا بس هي القصة انت بيجي اسم النادي في الموضوع فده بيبقى اكيد بتدايق النادي حساس طبعا انا نفسي السنة من الموسم اللي قابل اللي فات النادي الاهلي فيه لعيب 2008 كان مزور او مش سنه والنادي الاهلي خاد كان في بطولة منطقة وخاد البطولة بسبب ان انبي اشرك اللعب ده كان اشترك في حوالي 11 دي بس يعني اللعب لانه معلل فهو انا انبي اللي زورت بالعاكس النادي الاهلي نفسه اتزبط عليه قبل كده حالات تزوير النادي الاهلي زور لأ فانا ده كان هممني جدا بما انه قبل ما ندخل في اللي متوقع من الازمة دي بما ان الموضوع شائع بالشكل ده جدا 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 الموضوع شائع ولازم يتحط له حل ولازم يتحط له حدود يعني انا لسه كنت باتكلم حتى والسؤال ده انا قلته او الكلام ده طلبت من المستشار المشن لازم لحد الكورة يبقى فيه آلية بالتواصل مع الادارات اللي هي مختصة او الوزارات المختصة وزارة الشباب والرياضة وزارة الداخلية يبقى فيه حاجة تطلع معتمدة من الاتحاد مثلا يروح مندوب من نادي ان بي مثلا ان انا عايز اروح اطلع ان انا اروح اطلع على كلان اللعيب اللي جايلي ده بشهادة ميلاد وبالحاجات دي مسموح لان انا اطلع اخش على السجل المدني اشوف اوراقه دي مظبوطة ولا لا ده واحد ده اتنين وده بقى المهم واللي لازم يحصل لان انا هاني انت عارف ان انا اكتبعنا شيئين بقى لي فترات طويل ايو مظبوط فشفت الحاجات دي كتير فلازم يحصل نوع من انواع الردع يعني يعني وده الكلام برضو قلته النهاردة الردع دايب قال مين لللاعب اه ماهانا دلوقتي الردع الاندية او بداية الاندية مصدومة في هذا الحوار انا اللي بقولك صدقني انما اللاعب او الناس بعد كده لما تحس ان في لاعب عمل حاجة من الحاجات دي وتم هتبع اكثر حرصا هتلاق بص يا هاني انا عندي قاعدة بتقول ان ما فيش حاجة تملي مية في المية ماشي حاجة في الدنيا دي مية في المية بس اللي احنا بنحاول نعمله نقلل الحاجات دي اما تعمل نوع من انواع الردع لاي حد محدش بعد كده هيفكر ونعمل هتلاق حاجات قليلة جدا وندرة جدا ايه اللي منتظرينه بعد جلسة النهاردة والله هبص انا هقولك على حاجة من نوجة نظرة احنا قدمنا مستنداتنا ان احنا بنقول ان احنا شاكين ان اللعب ده الاوراق اللي هو مقيد بيها مش مزبوطة وهو اللي جايدها يعني فاحنا قدمنا كل اللي نقدر عليه وعملنا اللي هو كان يجب نعمله يعني انا ما ينفعش ان انت تبقى فيه حق للنادي وانت ايه بمنتهى البساطة ما ترشد تدور عليه اكيد فانا متوقع احنا قدمنا اوراقنا وقدمنا كل حاجة للاتحاد الكورة وعندنا حاجات تانية ممكن لو طلبت مننا نقول عليها نساعد فيها انما في النهاية خلاص سلامة للاتحاد وهنا برضو عايز انوه على حاجة هاني انا معلشي ان الاتحاد بصراحة في التوقيت ده انه بالسرعة دي عشان الموضوع كده تاني يوم يبعت لنا ويحقق في الموضوع المستشعر ويبقى في الاتمام ده فدي حاجة برضو تحتى المتحدة حددونكم وقت معين لاتحاد القرار لا 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 ما حددوش عرفتوا ان الاهلي قدم شكوى في لاعب من الاتحاد السكندري حارس المرمى باعتبار انه هو كمان سنه غير صحيح فبيطالب بالنقاط الثالث والله انا طبعا سمعت على السوشيال ميديا بس ما تأكدتش انا قلت ام بارح والكابتن عامل حسين اكدها عارفت بس ده لو حصل ده هيبقى اكدل ان احنا على حق وان احنا صح يعني ركز عشان ده مهمة بقى ان ده الاجراء ده لو تم يبقى معنى كده ان الاهلي عنده مش هقولك عنده شك ان احنا يعني ممكن هنكسب الموضوع بتاع التزوير اللي عمي ده ايضا المفاكئة التانية المحترم رئيس قطاع الناشئين كان في المداخلة معاك وقالك ان اللعب هو نفس اللعب اللي اهلي احتاج عليها بكده وخدت 3 بون مزبوط مزبوط احنا قلنا وهو اكد ان امر اكد طبعا مو مو يعني انت فاهمني فاقصد اقول ان الموضوع بس خد عجم اكبر من حجم شوية لانه كان نهائي ومزاع وحاجات كده مزبوط اه عندنا ماتش بكرة مهم جدا يا هاني والله مع طلع على الجيش احنا بقلنا اربع ماتشات اه اه ما كسبناش مزبوط الماتش ده بالنسبة لنا مهم جدا زي ما انت شايف المصر كسب واسموحة كسب وزد كسبه ففي فرية انتلع فوقينا فانت عارف بقى هو سباق الحلو ده بقى اللي هو بتاع فوق شوية تطلع فبقص بكرة مهم جدا نتمنى من الله ان احنا يحلفنا التوفيق بكرة في الفوز بالتلاث مقارب بإذن الله نستمتع وهو قف غايب بكرة عن الماتش تمزق عضلي مش كده هيرجع امتى ماتش بيرمز ان شاء الله اللي هو الماتش اللي بعده اللي بعده ان شاء الله ان شاء الله يرجع بالسلامة بشكرك جدا كابتا محمد اسماعيل مدير الكرة في نادي امبي واخيرا وقبل الفاصل في دوري ابطال اسيا الخلاف الان من هو الزعيم الحقيقي هل هو الاماراتي العين ام السعودي الهلال لان السعودي الهلال فاز على العين النهاردة بالنتيجة اتنين واحد لكن من تأهل هو العين بفضل انتصاره ذهابا في الامارات الاسبوع اللي فات باربعة اهداف مقابل هدفين فبفارق الاهداف تأهل البنفسيجي العيناوي الزعيم لتنطلق الاحتفالات في ملعب الهلال السعودي امام جماهير اماراتية حضرت لمؤازرة الضيوف المتوجين ببطاقة التأهل الى المباراة النهائية روبين نيفيس سجل الاولاني في الديار باعة من ضرب الجزاء ايريك سجل التعادل من تصويبه من خارج منطقة الجزاء افاجأت الجميع في الديار 12 ساعة بقى الهلال ضيع فرص سجل سالم الدوسري الهدف التاني في الديار 51 ثم ضغط 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 اخر فرصة في الماتش في الديار 99 من اصل 9 دقيق في الوقت المحتسب بدلا من الضائع الكرة كانت غريبة جدا نزل قدام سيرج واللعيبة وقفت والحارس بتاع العين شتتها وحش قوي باعتبار ان العرضية نفسها جاية من برا يعني ما تلحقيتش الكرة فنزلت بقى قدام المهاجم بتاع الهلال او لعب الوسط شطها واضح ان هو كمان كان متأثر بان هي ممكن تكون طلعت جوه ست ياردات لوحده تماما ساب المرمى كله والعيبة في السماء ومعها اطلقت صافرة النهاية وتأهل العين مبروك للعين حظ اوفر للهلال العين الى النهائي من جديد بانتظار ما ستصفر عنهم واجهة اولسن هينداي الكوري مع يوكوهاما مارينوس الياباني غدا والفريق الكوري تفوق ذهابا بهدف دون مقابل على الفريق الياباني بعد الفاصل نجم الكرة المصرية نجم الزمارك والاهلي ومنتخب مصر الكابتن طارق السعيد واضيف حضراتكم هل يكون موجودين معنا اهلا وسهلا بكم مرة تانية في الماتش منورنا نجم كبير اوه من نجوم الكرة المصرية ولعيب كده ستايل منفرد متفرد يعني تشوف جاريته وتشوف اسستاته وتعرفه وتشوف تصويباته وتعرفه هو طارق السعيد في الملعب او برا الملعب هتعرف ان ده طارق السعيد منورنا كابتن طارق ازايك اخبارك ايه كل سواء طيب وموفق دايما ان شاء الله ومزيد من تقلق دايما يا كريمك الناس كلها بتحبك الناس كلها بتعذرك ومتمنى لك كل التوفيق ربنا يا كريمك يا رب وانت عارف انت بالنسبة للناس كلها ايه وبالنسبة لي ايه كمير حبيبي انتخور اخبارك ايه وايس الحمد لله يا رب دايما خاسس ولا يفرمة بلعب كرة شوالي بحاول اه تلعب مع مين بقى اصدقانا يعني اللي اصدقاء كده بنلعب معهم على طول ويعني اه مستمرين معهم على طول فبدأنا يعني نحاول شوية عشان نكرش ما يكبرش بقى بقصة من ابنهم لعيبة كرة بتلعب معهم مين بقى اللعيبة بتلعب معهم دلوقتي يعني مع محمد ابو العيلة بلعب مع بلعب خليل الغندور اه بلعب مثلا مع محمد حمائي النجمة طبعا نجمة كبيرة طبعا هو لعب جامل بطا عمر 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 ايه المنهارى بيض مش مشكلة عمر اه اللهم اصلى لا 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 لعب تبت نهاني سعيد اه هنهاني سعيد اه طبعا تبت نهاني سعيد نجوم كبيرة يعني اللي محبي لعب معه بيبقى أوكا تمام بتاع حرس الحدود حاجة من الناس المحترمين حسام حسن بتاع بتاع نحن بتاع أولمبياءات لندن اه تمام لعيب جامد اوي. او في الخماسي حاجة. عمر الحلواني لتقصده. حاجة لا لا حسام حاسم. اه انا متكامل بقى عمر اللي بطياته. وعمر طبعا لا بتاع دوت اه مش عمر الحلواني. اوكي. لكن عمر جي لعم معنا فترة على فكرة يعني برضو كان متقلق بس اه ابو العلم ياخد الامور على على قلبه. اه اه صعبه اوي ما اتغلبش. زي ما هو. هو شامح انا فيه. اه اتنين تلعب معهم تبقى تبقى مشدود تون الماتش. بس بتبقى ممتعة لما تلاقي ناس كبيرك وتبتلعب معهم وبتلعب قدامك. لكن اللي لوحش لما تلاقي نفسك بقى مش قادر. هي دي اكتر حاجة. تبقاش مقتنع. ترفض الفكرة. تبقى صعبة قوي قوي يعني. لما تلاقي نفسك مش قادر دي بيصعب عليك نفس. من جوبة يقول سبحان الله الزمن لو رجع كم سنة كانت الامور هتبقى غير بكتير. ربنا يديك الصحة والعافية ويوفقك وجميعا بإذن الله. زمالك اداء متبين ما بين ماتش الاهلي والصلابة والتمسك بان ان انت عايز تكسب فتكسب. وماتش دريمز اللي كان فيه سلبيات واضحة. ايه المشكلة? يعني احنا لازم نتطفق ان النادي الزمالك بقى ليه ستايل مختلف في الوقت الحالي مع مستر جومز. بيلعب كرة كنا بنشوفها زمان. اعه. اللي هي الاستحواز. الكرة القصيرة. الكرة الجميلة اللي جمعين النادي الزمالك كنت لها بيستمتع به. ودي كانت يعني في الفترة الاخيرة ما كانتش موجودة. كان النادي الزمالك يعتمد على كرات عالية. يعتمد على كرات طويلة. وده مش ستايل النادي الزمالك طولة امره في لعب. لان لعب النادي الزمالك تايما من رجل الرجل المهارة العالية. وده شفناها لان نص الملعب النادي الزمالك بدأ يضغير. اه. بوجود طبعا دونجا مع عبدالله السعيد مع ناصر ماهر. اه. مع حمدي. كل دول لعيبة عندها مهار. اه. يعني احمد حمدي من اللعيب التوع فتحط الكرة تحت رجلها. طبعا عبدالله السعيد. اه. بيحط الكرة تحت رجله بشكل يعني مميز جدا. مع شيكبالة بقى واللعيبة اللي هي موجودة لعيبة الكرة دي هتلا نادي الزمالك اختلف تماما بدليل. اه. مطش القمة الاخير اللي غايت لما عبدالله قبل ما يخرب هو. وناصر ماهر. نادي الزمالك عنده استحواز. اه. ماسك نص الملعب بشكل كويس جدا. ودايما نص الملعب هو ترمومتر اي فريق. اي. اي. لو انت نص ملعبك مسيطر هتقدر تتعامل في هزين المباراة. اه. مع التنظيم مع اللعيبة اللي موجودة اصحاب المهارة زي فتوح زي عمر جابر. طبعا على دوجوتش كبالة مع جزيري في احسن تقل لوكو. اه. مع مصطفى شلبي لو هو فريته. لا. لعيبة كورة. هتلاقي فرقة نات الزمالك اختلف. الايكونة بتاعة نات الزمالك بدأت ترجع تاني. ايه. ايه الفكرة التكتيكية اللي حاسس ان حطها او ضفها جوزي جوميز من ساعة ما تولى. اعتقد هو حط اللعبة اللي عندها مهارة اكتر. اه. علشان يقدر يستحوز على كورة ويخلي الشكل الجمالي افضل لكورة نات الزمالك. تمام. عشان يبقى مناسب للافراد المتاحين عنده. بالفعل. اه. يعني ان انت دلوقتي انا عندي مجموعة لعيبة عندها كواليتي معين. اه. يقدر يلعبوا تحت ضغط ويقدر يتصرفوا كورة صحة. اه. فالعبوا مع بعض. عكس لو انت ما عندكش لعيبة عندها هزي الكدرة. اه. مثلا وتعمل فكرة البلد قب من تحت. ايه. انا ما عنديش لعيبة مثلا مساكين يقدر يلعبوا كورة البلد قب من تحتها او يطلعوا بالكورة صحة. اه. فانت دلوقتي هتتضغط دايما. اه. هتبقى تحت ريسك. والريسك دوت انت عارف في المطش مفهاش. اللي بيصمم عليها هو واحد بس في العالم هو جورديولا. اه. وهو الوحيد اللي نجح فيها. ليه هو الوحيد اللي نجح فيها. علشان هو اصر عليها. وغير اصر بينقل عيبة معينة. تناسب الفكرة. تناسب هزي الفكرة. اه. لكن اي حد تاني يجي يعمل فكرة. لما بيطبقها بياخد صعوبة الاول. اه. وبياخد صعوبة كتير وبيتغلب كتير. ايه. لان اول ما هتضغط عليك وانا ما عنديش مهورة كويسة. وانا عندي مبدأ دايما. اه. في مراكز في الم ملعب مفهاش ريسك. اه. الاتنين مساكين دول ما ينفعش يبقى فيهم ريسك. طبعا مع حرص المر. ايه. ليه لان انت اخي اللاعب. لو تقطعت من الكرة هتبقى مشكلة كبيرة. اه. اذا انت لازم تكون بتلعب على الامان. ايه. يعني دايما يقول لك تعلمنا من المدربين الكبار. هنا مفيش ريسك واحد في المقرد. اه. اه. اشيل الكرة في الاول. اه. اشيل الكرة في الكرة لو مش قادر. لكن الريسك دايما فين في التلت الامان. تمام. تروح تعدي. اه الكرياتيفتي بقى ابدع بقى وخش. ابدع زي ما انت عاوز وروح وتقطعت عندي لسه نص. ما لعب عندي مدفعين يقدر يجيب الكرة. لكن انا هنا لو اتضغط علي. وعندي لعيبة الكرة بتاعها هوليل في الكرة. ايه. بتقلل من الفريق. ايه. ايه. بتخلي الفريق. معنى وايا بينزل لو دخل فيها هدف او اتنيه. ما تشير عاودة الزمانيك محتاج ايه. اه. علشان يمر بعد صفر صفر في القاهرة. اولا محتاج التوازن. اه. التوازن الصح خصوصا في اللعب على الهجمات المرتد. اه. اولا لازم نقف صح. خطوطنا تبقى قريبة من بعض. التلت خطوط. اه. يكونوا في تناغم بينهم. يعني ما خليش مثلا اللعب راس حربة مثلا الجزيري هنا. ولا المسلوسي. اه. اه. احسان عبدالن مجيد هنا. فكده بنتكلم في سبعين تمانين. احنا مش عايزين احنا عايزين نلعب في تلاتين اربعين متر. اه. لما هكون كتلة واحدة وتشتغل بالمنطق ده. تعرف تدافع وتهاجم. تعرف تهاجم. وهتعرف تدافع. وهتدافع الاول انك هتقطع كل احنا جنب بعض. اي. فهتلاقي ما فيش مساحية للفريق الغاني. الفريق الغاني برضنه عنده كورت مش وحش على فكرة. اه. يعني من الفرق اللي بتلعب كورت. اه. مش الافارقة اللي هما بيخططوا. اه. مزدو. بيجروا. يعني. هم بيجون امكانيات مش عالية لكن بيلعبوا. يعني. اه. هم عشوائيين شوي. اه. وده من الافارقة كده على فكرة. اه. يعني عندهم العشوائية دي موجودة على طول. اه. لكن احنا بمهاراتنا وبزكائنا. اه. ممكن نسير المبارة. اه. يعني خل المبارة يمشي. اول حاجة الاهم بالنسبة لنا ما يدخلش فيها جون. اه. ما يدخلش جون انا اقدر في اي لحظة. اه. اجيب جون لانه عند الملكة دي. نعم. فانت. فانت في المبارة لازم تدعب بتلاتة في نص الملعب. تمام. مين التلاتة؟ يكون عندهم نزعة دفاعية اكتر من الهجومين. اه. انت ما عندكش حاليا. دونجة. دونجة. اه. اه. انا كنت شايف لو كنت عمر جابر موجود. اه. يعني لو عمر جابر تهز. هو ايضا متاح. ب انتمرن النهار ده. اه. بدل ما يلعب بك يمين. تمام. انا شايفه يلعب في نص الملعب. هيكون نص الملعب. لان عمر عنده يقدر يروح. اه. يقدر يرجع. اه. وايا كان من التالت يعني. حتى لو حمدي بس حمدي يبقى تلوها بحساب. اه. يعني احمن حمدي اللي لازم اطلع بحساب. تمام. على اساس ان انا اطلع يا اما مؤثرة يا اما بلاش. اه. دي هكتة هتفرق كتيب مع نفسه. مشتركة متيابة في نص الملعب الماتش اللي فات شفتها ازاي. مش شايفها اجابية. عشان اه في المكان ولا عشان اللاعب نفسه. اللي اتنين. اللي اتنين. مش شايف ان اللاعب نفسه. ممكن يكون اضافة في اي وقت ملوار. ده بتاع ربع ساعة تلسة. اه. ده وجهت نظر. مفهوم. يعني هو لسه ما اخدش الخبرات اللي هو يبدأ مباراة كبيرة زي دي. مباراة قبل نهائي. ومباراة برا. وهو ما بيدافعش. وبرده عمل الطول. العكس ده قدام الاهلي كان بدافع جامد جدا. بس. يعني كان دورو الاساس فيه هو انه يدافع وي قام من ناحية الاشتماعي بتاعت الاهلي حالة خاصة وسيناريون ماتش حالة خاصة والمدرب لما شاف فيه انه هو يقدر كان فيها ريسك منتك ممكن برضو ما يقدرش خلي بالك بعد خروج عبدالله السعيد وناصر ماهر ملكة راحت لنادي الاهلي كاملة كان ممكن الامور تهرب منه لكن المتيبأ عنده وكورة ويسر لكن لس مش بتاع اللي هو ابدأ في المقرأة صعبة زي دي اتبرم العب بالنسبة لشيكابالة ماتش العودة ده ماتشو ولا ورقة ربحة ممكن تحتاجها لان انا مهلكش الشيكابالة من اول المباراة لان هيبقى فيها كوة بدنية واندفاعها بدنية قوي جدا وهيبقى الامور الدفاعية اكتر فانا ليه اصدم الشيكابالة من البداية ليه وانزل الشيكابالة في النهاية اخر ربع ساعة اخر عشرين دقيقة اخر خمسة وعشرين دقيقة يحول الدفة لناد الزمالة طبعا اتمنى ان هو ينزل ودنا سفر سفر عشان يبقى فيه مجازف ايه او انه فيه مبختة ان احن خلص المباراة يعني ما تقدر له ما يتقول ليش ينزل بعد ما يدخل لا ما يدخلش ان شاء الله هدافه وده اهم شيء برضو انا بأكد عليها ليه عدم استقبالك اهداف لغاية الدقيقة التسعة وتسعين هتقدر تجيب جون لكن لقدر الله دخل بجون عاوز الاول ترجع فبتجاهد فبتعمل مجهود اكتر فبتجري اكتر فالمجهود البدني ده في الملاعب الافريقية في الاجواء الافريقية بتبقى الامور صعبة بتجيه لأ من اتجاه بعض الاندية الافريقية او ما يشاع عن استخدامهم لأساليب غير الكورة في ان هم يعدوا مراحل في البطونة انا طولهم ليه منش بالموضوع ده بصلاح لا يعني احنا يا ما شفنا بيعملوا سحر ويا ما شفنا بيغنوا ويا ما شفنا بيتباحوا عجول او خرفان في الملعب يا ما شفنا يرمي عليك مياه انا ما باقتنعش بالكلام ده خالص اترامى عليك مياه قبل كده اترامى كان ايه تصرفك رد فعلك احنا مرة زنقونا اه والله في كريدور كده صغير ويرش علينا كلنا وبدأنا ان نتعصب وانت زمالك ولا منتصب وبدأنا نتخاني ونتعصب ونقول طب ايه اللي بيحصل ده فكل ده بيخرجك برد جيد وخلي بالك كل ده خف منك كل ده عارفين كمتك فانت لازم رهبتك دي لو انت منزلتش اكدتها في المباراة هتبلغمه صعب لكن انت تيجي في المباراة هو اقوى منك لا الالتحامات مهمة جدا في المباراة دي لانها هتفرق الكرة اللي تلتحم بها وتقدر تتخلصها هتقدر من خلالها تقدر تكون عندك الفوارئ الفنية ان شاء الله في غياب ماصر وعبد الله اللي خروجهم من ماتش الاهلي بتقول انه ادى الى سيطارة الاهلي هم غيبين المرة دي زي ما غيبوا في الزهاب هيغيبوا عن الاياب بسبب عدم القيد طبا ايه اللي المفهودي يتعامل معي انه دولت اتنين ممكن يغيروا فكرة اي مدرب فكره جوا ارض الملعب اتنين دولتشاله فانت بتلعب على مفاتيح تانية علشان كده بقوله هو لازم يجيب لعيبة قريبة منهم هم مش في امكانياتهم لكن قريبين منهم هيقدر ينفذوا زي عمر وزي احمد حمدي مع دونج هتلاقي التلاتة نغمة مش بعيدة عمر بيعرف يحط الكرة تحت رجل بيعرف يطلع الكرة مفيش مشكلة خالص بالنسبال وعنده خبرات طويلة جدا وقدماتش الكمة بشك جيد جدا المباراة دي بقى انا عايز الزناري يلعب باكي مين رغمانا كنت معترض اه انه كنت معترض انه هو يلعب الماتش اللي فات ليه انت عايز تدافع شوية هتحط نمار في الوقت ده نمارة عنده النزع الهجومية اكتر فانا شايف الزناري اه يبدأ في المباراة باكي مين يأمني مفيش نور كده ويخلي عمر هو اللي يطلع ويروح ويجي ديله الاريحية على قداب وفي الاخر انت تنظيمك الدفاع هو اللي هجيب لك المباراة صدقني انت لو نظمت نفسك دفاعيا وخطوطك زي ما قلنا في البداية قريبة هتلاقي الامور اسهلك بكتير جدا بكل تأكيد ان شاء الله الزمالك يكون موفق في مباراة الاياب اللي هتكون يوم الاحد المقبل الساعة اربعة بتوقيت غانا سبعة بتوقيت القاهرة بعد الموعد او الموعيد والتوقيت الصيفي باذن الله النهاردة الصيف داخل بجد يعني درجة الحرارة خلاص الحرارة ايه بدأت بجد داخلة بشمالها عليك جدا وعلى ذكر الجانب الايسر والشمال فانت احد النجوم الكبار جدا ناحية الشمال في الكرة المصرية ولعبت الفريقين كبيرين جدا انت في الزمالك وفي الاهلي 14 بطولة اعتقد مع الزمالك ومع الاهلي بتلتين 8 بطولات مظبوط 8 مع الاهلي اسف فبالتالي انت بتكلم في 22 بطولة في لعبك مع الناديين ايه الاقوى زمالك حسام وحازم ولا اهلي ابو تريكا وبركات بص انا كنت محظوظ لان لعبت في افضل جيل هنا جي في تاريخنا للزمالك طبعا مع الاجيال المحترم من الاجيال لكن الجيل ده صنع اسمه تاريخ وبطولات وبطولات يعني ما كانتش سهلة علينا طبعا وعلى الجانب الاخر رحت لتريكا وبركات ومتعب وفلافيو لا انت رحت في جيلين عظماء من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ الكرة المصرية سواء في الاهلي سواء في الزمالك فاللعيب بيبقى محظوظ في النقطة دي فانا كنت من لعيبها يعني سعيد الحظ جد فعلا ان انا اه لعب مع هولا ماذا كان ممتع اكتر بالنسبة لك في الجيلين انا كانت بداية في الزمالك بالنسبة لك كانت ممتعة لان احنا طلعنا مع بعض واشتغلنا ولعبنا وبقينا بيقوونا بالكابتن حسام والكابتن ابراهيم لما جم وليد عبداللطيف تامر عبدالحميد لو تفتكر المجموع دي والحسن محمد الخامسة دول لما جم فرقوا معنا كتير جدا بدأنا البطولات تيجي ليه نحنا من سنة تسعة وتسعين حتى الفين واربعة ماذا الزمالكة الدفة بدأت ايه تروح عنده فاحنا الكوالة كمان بتاع اللعب والمدربين اللي كانوا موجودين ساعتها كابرال وفنجادة التلاتة دول المدرسة بتاعتهم وخصوصا فنجادة وكابرال لعيت الكورة اللي بتنسي الكورة وتطلع الكورة بشكل جيد وانت عندك الكوالة ده انت دايما كنت بتلاقي نفسك بتهاجم بسبع تامر لعيب دي حقيقة وعندك واحد في نص الملعب زي تامر عبدالحميد كان يقش كل دوت ويدجعلك كل الأمور بالنسبة لك فانت في نانت زمالك كنت ممتع روحت على الجانب الآخر في الناد الأهلي بقى يعني بتتكلم في بركات بتتكلم في بطريكة بغيب دلوقتي لما بشوفه جسمي بيأشعر ومشاعر وحسيس وخصص يعني وانت داخل تحط وش رجلك الخارجي الكورة جاية عالية بالعرض احكيلي عن الجلدة طبعا ده ماتش الجزائر يعني خمسة اتنين وطبعا الناس كلها كتعارفة أهمية المبرادية وكلنا مع الكابتن جوهري طبعا كتأهميتها كبيرة جدا بس صدقني بس برضو في الآخر يعني الأهداف بالذات توفير ربنا ونعمة بالله يعني توفير ربنا هتلاقيه اه انت بتسعى وتتوكل على الله وبتاع ربنا ونعمة بالله لكن في الآخر يعني مثلا كرة المغرب ازاي انا ضيعتها اهو ما هي ده الفائل على فكرة ماتش الجزائر بعديه على طوق مظبوط جات في نفس المكان مظبوط بتتعلم من اخطائك وتاخد خبرات هي ده اللي تفرق مع اي لعيب ماتش المغرب ده لغاية دلوقتي لما بتفكره ولما تلاقيه بيطرح ضمن عدم تأهل مصر لكاس العالم بيبقى احساسك ازاي كابتن طبعا اكيد بتتزعل يعني اكيد بتبقى زعلان وبتقول لو كان لو عملت لو عمره ما بترجع حاجة يا ما بترجعش حاجة طبعا مراوغة اللي بره الدنيا دائت قرار بالتصويب شنطة في الشباكة القارجية لكنها توفيق توفيق وكرار لان القرى دي بالنسبة لك انا ملفيت ولقيت نفس انا والجمهور والشبكة ميت كرار في جزء من السنة انا متخايد اعدي ولا با خلاص هي القضار الغرض فربنا انا كان شارك وخصوصا المبارا دي لو عدت المبارا دي اكتر من ست سبع هداف حقيقية مليون المية تسهل سهل جدا انك تكسب لكن ربنا وكنش رايد ان احنا نكسب اليوم الاهلي مقبل على مواجهة قوية جدا مع مازين بيوم الجمعة في العشرة مساء بحسب ما هو معلن في الاوقات الحالية لكن النهاردة احنا دخلنا في يوم 24 من شهر ابريل وده بالتالي سنة جديدة بتمر في تأسيس النادي العملاق النادي الاهلي السنة رقم 117 في تاريخ النادي الاهلي كواحد من الاسماء اللي دخلت النادي الاهلي اه ايه الذكرى المميزة بالنسبالك في النادي الاهلي يعني هو الذكرى ان انت تلعب في النادي الاهلي بشكل عام يعني ان انت تدخل النادي الاهلي في وس الجيل دوت دي حاجة تحترم عشان كده الواحد بيبقى فخور داين بيبقى فخور ان هو لعب هنا لعب هنا بيبقى مبسوط ان هو كمان لعب زي ما قلتلك مع الجيلين العظماء الفخرة اكتر ان انت تاخد بطولات مع الفريق طبعا لن انسى هكس العالم في اليابان يعني دي بردل واحد ما يدرش ينساها لان فعلا قدت فيها واشتغلت فيها مع النجوم الكبار واخدنا ثالث العالم دي كتت اول مرة واخدنا اول ميدالية برونزية داين فكتت الامور طبعا جديدة علينا كلنا وكتت اجواء جديدة علينا كلنا واخدنا ثالث العالم فكتت الابوتريكة طبعا تألق فيها فكتت الامور بالنسبالنا حاجة جديدة حاجة جديدة جدا فانت بتبقى فخور صدقني اللعب بيبطل هاني اللي بيبقى هي اللي عمله اللي عمله تاريخه بقى اللي هي البطلات اللي هم نتكلم عليه يا ما اسماء كتير لعبت لكن ايه انجازك مفيش وده الفرق حاليا ان فيه لعبة بتيجي تلعب وتختفي ما بيتكملوش مع الناس ما اه فيه ناس بتزعل منك عشان روحت هنا وفيه ناس بتزعل منك عشان روحت هنا فيه ناس بتزعل منك عشان تصرحت هنا وفيه ناس بتزعل منك عشان تصرحت هنا لكن في النهاية انت كلاعب كأحساس لعب ان انت بتبقى فخور ولعبت الفرقين الكبار اما تلعب بس اهلي زمالك هتلوح فين تاني وان كانت بتهز من الشعبية في النحيتي طبعا بتهز في الشعبية بدليل حاليا لما ناس بتقابلك لسه بتنتقدك ان انت روحت الاهل ولما ناس في النادي الاهل اللي بتقول انا اصلا كنت زمالكاو فبيزعله اخر حاجة العيبت عندنا ففي الامور دي كلها بتبقى موجودة وهتفضل موجودة لغاية العب يعني مع عبدالله دلوقتي وناصر ماهر ومع كل اللعيبة هتبقى موجودة مع امام عشور تصريح الندم على التصريح اللي كنت قلته انك ندمان انك لعبت في الاهلي وبعدها قلت ده من الاخطاء اللي انا عملتها ان انا اعتذرها وان انا قلت ان انا ندمان لكن لما بتقيم بقى فكرة ان الانتقال افقدت جزء من شعبية كواحد من كبات نادي الزمالك في قرارة نفسك بعيدا عن الاعلان عن التصريح بتبقى حاس انه ما جاتش عالسانتين دول ما كنت ختمت في الزمالك الدنيا كانت ممكن تبقى مختلفة مشكلة انه همش مزاجك يعني في حاجات انت بتختار وفي حاجات انت ما تختارش انت في الوقت ده وقت ما كانوش عايزينك فعدم اختيار ده مسهل لك امور كتير جدا مفهوم فانت لما تجي تاخد قرار زي ده وتروح لنادي يعني المنافس التقليدي ليك وهو نادي الاهلي كبير وانت كبير جدا والنادي الزمالك كبير جدا فالنادي الزمالك ده مش عايزك وبدأ يجدد لعيبة زميلك وبدأ الامور تقرب والنادي الاخر بيكلمك من فترة طويلة وانا بأجل أجل 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 لحد ما روحت في النهاية للنادي لكن في النهاية هي قرار هي قرار هل كانوا واثقين انه حتى وهم بيبلغوك ان انت مش هتجدد ان انت عمرك ما هتروح للأهلي ولا ما كانتش ببالهم اصلا على مدهيتها كل جاية ماعتقدش انها كانت ببالهم اصلا يعني هو عدم التجديد ده كان مش بشكل مباشر كمان يعني بطرق يعني مختلفة كتير يعني بالدليل انا استنيت من شهر يناير لغاية شهر ستة انت ممكن تمضي في اي وقت مظبوط في اي نادي لكن في الوقت ده سبرت 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 اللغة النهاية وبعد ماتش اهلي وزنالك لما عمد متع باثنين سفر كنت بره لسكور ايه ولقيت الامور بالنسبة لي خلاص ساعتها اخدت الكران الطلب منك ساعتها انك ما تلعبش الماتش ده انا ما كنتش لسه مضيت في الاهلي ما كنتش لأ مع الزمالك انا اصلا كنت بره لسكور كنت خلاص 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 بره لسكور هم طلعوني بره لسكور هم اللي طلعوني انا كنت في التمارين عادي خارج انا كان ليه اي علاقة باحتمالية انك تنتقل للاهلي كابتن حسن البدري لا 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 مليش دعوة النادي لأ كان عادي الواحد السايد كان عارف فقط لغير كنت انت قايله عبواحد كان معايا يعني الامور عبواحد كان ممكن يجي معايا وعبواحد كان هيجي النادي لأي لكن هو فقدة لانه هو يبقى موجود عشان الناس عايزين يتجددلوه عايزين يبقوا موجود اه وإيه اللي حصل بعد كده مفيش عبواحد عارف عارف الامور كلها كانت ماشية ازاي معايا وتم ان انا بقى بعد بقى بدأ اخبار تطلع عن انا هروح النادي الاهلي رأيس النادي يكلمني وتعالى لأ ولازم نقعد معانا وما جاب ليس سيرة الموضوع ده خالص علشان يمضيك ويدخلك في مشكلة ايوه تمضي للمنديين سعيدة تعالى احنا دلوقتي بينا معاك لا تقول ليه انت تحط نفسك لو تفتكر في الفترة دي سعيد عبد العزيز كان مضل في رقيتين مزبوط وسعيد عبد العزيز سعيد هتوقف ايوه كانت لمدة ست سبع شهور وقالوا اي لعب بعد كده هتوقف سنة سنتين مزبوط فانت لأ تتحط في موقف زي ده ازاي اه اتعرض عليك عقد ساعتها اه اتعرض عليك عقد ساعتها اه اتعرض عليك بس كنت مضيت هنا كنت مضيت هنا كنت مضيت هنا موضوع انته عبد الواحد السعيد ليه ما رحش الاهلي في الاخر هو النادي الزمالك عاوز يجدد له من بدري ام ففي رغبة من النادي اللي هو وعب واحد زكي يعني قال لك تم مطارق ماشي ومش عليك انا هبقى كبت الفرق انا هبقى كبت الفرق بقى خلاص وحزم بيبطل ومتحد خلاص بيبطل فخلاص انا هبقى كبت النادي الزمالك وهو بقى مدير كورة في الزمالك يستاهل ربنا يكرمه ووفقه ان شاء الله ربنا يوفقه ويوفقك بإذن الله اه ماتش العودة قدام مازمبي شايفه ازاي بعد نتيجة التعادل السلبي هتبقى مرة صعبة يعني مازمبي من الفرق بلغة الكورة عندنا فرق رخمة تتعبك جري كتير عفراتة كتير في الكورة اه في عشوائية لكن تخاف منهم من سرعتهم تخاف من هجمات المرتد برضو لازم يكون في توازن لازم النادي الاهلي برضو ما يدخلش فيه جون لانه لندخل جون هنا هتبقى مشكلة اكبر ويبقى الضغط العالي بحساب علشان لما اخطف والفرص اللي الجيلي قدر استثمر مفهوم هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي البداية لو النادي الاهلي بدايته قوية لان اي فريق بيدخل الصدق الهرة مع الجماهير مع الاجواء رعب مرعوب اله هستغل ده بسرعة هستغل ده بقى في اول ربع ساعة هدرت هتشوف في مباراة تانية خالص عودة المصابين اللي رزلوا النهاردة تدريبات الجماعية تفتكر ممكن تبقى بتضيف ازاي للاهلي فنيا انا شايف لو يقعودوا ويكون لهم دور في المباراة هتبقى كويسة جدا حالة الحاجة لهم يعني طبعا هتفرق كتير جدا مع النادي امام عشور عامل اضافة كبيرة للاهلي وغيابه في الفترة بتاعت الاصابة بان تأثيره في شكل الاهلي الهجومي والدفاعي تشوف ازاي مستوى امام وعودته مرة تانية من الاصابة يعني امام عنده اللي اهله يبقى لعيب كبير او امام عنده المهارة عنده الصرعة ودي بقيت قليلة في لعيبة مصر ديك شايف في لعيبة مصر كلهم دلوقتي بقى عاملين ازاي او تسعين في المية من لعيبة مصر مش عايز تسعين من مية ده خمسة وتسعين وتسعين في المية محترام يعني يعني دلوقتي لو انت قرنت جلنا بتاع زمان احنا دلوقتي اللي كان ياخد كام يعني الارقام اللي بنشوف مصبوط اي لعيب في لك نهياخد كام ودلوقتي بياخده ما شاء الله كام والامكانات قد كده اي فانت ما شاء الله امام عنده هذي الامكانيات الفنية فانت لما بتلاقي واللعيب عنده الامكانات دي وفيه فارق عن الناس كتير فانت ما بتصدق ما بتصدق لكن هو مؤثر جدا معنات لعيبة ودخل معنات للاهلي والامور بالنسبة له بتاعديه جدا مين الاكثر تأثيرا امام مع الاهلي ولا عبدالله السعيد معه حتى هذي اللحظة امام حتى هذي اللحظة حتى هذي اللحظة وخلي بالك امام صغير امام عن 26 سنة يعني لسه ده مع عمر طويل ان شاء الله امام طبعا عبدالله ما شاء الله ليه يعني داخل عربعين سنة وبيلعب وبالكم دوت وبالمجهود الكبير دوت لكن انا اتمنى عبدالله بدلا ما يلعب رقم 8 يلعب عشرة عشان ما يقودش يجري ويدافع كده كتير بس هو اللعبها مع بيرامدز كتير تمانية دي في السناتين اللي في الاخر بيرامدز حاجة والزمالك حاجة ليه يا كابتن هاني اللعب في اهلي وزمالك مختلف تماني بيرامدز غير ضغطات فانا بقى يا بنز انا متع نفسي وهلعب يمين وشمال ولو تقطعت مني مفيش مشكلة لو انا مغلوب مش هجاهد زي ما هجاهد لو الزمالك دخل فيه جون او الاهلي دخل فيه جون لا فيه فرق كبير طبعا مع الضغط النفسي والعصبي والجماهير لا فيه فرق كبير طبعا هروح لبيرامدز عشان بكرة عنده ماتش مع البنك الاهلي لكن قبلها اسألك عن عودة محمد الشناوي مرة تانية النهاردة كان في التدريبات في وجود مصطفى شبير اللي بيظهر بشكل مقنع جدا للجماهير لكن بعد الفاصل في الماتش مع الكابتن طريق السعيد خليكم موجودين معنا اهلا بيكم مرة تانية في الماتش كابتن طريق منور الدنيا مصطفى شبير عودة محمد الشناوي المستفيد اكيد من المشهد ده هو الاهلي لكن المنافسة هيبقى شكلها عامل ازاي هتبقى شرسة جدا طبعا بس انا مع وجود شبير الحنان مع استمراره استمراره طبعا ليه لان طبعا الشناوي عنده كم تراكمات خبرات كبيرة جدا وطبعا الشناوي بتتكلم في جون كبير حارس منتخب مصر الاول حاليا ولكن انت احمد مصطفى شبير لعب وفي فورمته دلوقتي انت لما تبقى في فورمته اديله ولا اعاده تاني وارجعه تاني لا انا شايف هو اللي يستمر حاليا ليه لان كمان الشناوي برضه حتى لو نزل بس ما اكتملتش ليقته البدنية كاملة وانت دلوقتي بتتكلم في الماتشين او الماتشين بيحاسمة ما هو غالبا الشناوي يعني صعب يبدأ الماتش اللي جاي بالاساس حتى لو دخل القيمة لكن لو فكر زي الروتيشن اللي بنشوفه في البعيبة يكون في تدول ما بينه وما بين الشناوي ده الحل الوحيد عشان ترجع الشناوي وتخلي برضه مصطفى شبير ماشي على المستوى الفني العالي اللي هو واشي الروتيشن في حراسة المرمى اثبت عدم نجاح هو فشله صح بس انت في الحالة دي هتعمل ايه لما يتبقى عندك اتنين حراس وخلي بالك احنا شفناها في الجيل بتاعنا وواحد وعب منصف والاتنين ده يعمل مطش جامد وده يعمل مطش جامد ده يبقى كويس او ده يبقى كويس او وكانت مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا على طول لحد اه يعني لحد لما في الاخر واحد خلص على التاني يعني خلص ازاي اللي خلص خلص ازاي يعني حط رجله رغة الكرة حط رجله يعني مش حاجة تانية لا الكرة بس ولا تخليص اي كان بقى يعني لكن في الاخر هو مش سهل عب واحد السايل برده ده والله غلبان يعني حرم لكن عب واحد امكانياته فنية عالية جدا طبعا فهو كان مضطر ان هو يدوس على نفسه جامد وكان ماشي بشكل كويس جدا وبالتالي انت بترس تمرار مصطفى حاليا شو بيه حاليا طول فورميته ما هي بالشكل ده الاهلي اه اه بس خلي بالك بس خلي بالك بس خلي بالك مم ده اه هتت اه بتعبيري ضغوطات جامدة جدا هتعمل على مين على مصطفى اكتر من ضغوطات اللي هو عايشها بالفعل اه 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 يعني هتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا مع وجود الشناوي وبقدر ب STE لعب في افريقيا مع وجود مع وجود الشناوي ضغوطات اكبر بوجود ها ده اللي ما بيركز مية في المنه هيركز متين في المية لأنه هو عايز يقلل أي غلط لأنه عارف وراءه حارس مرمى كبير قوي أي غلطة صغيرة هاي ايه هلقعده هتبقى ضغط عليه أكتر وحنا بنتكلم عن أول برونزية للأهلي في كسر عالم الأندية في وجودك بنتكلم عن أول نسخة بالشكل الجديد لكسر عالم الأندية السنة اللي جاية إن شاء الله الأهلي أول يمكن الضامنين للمشاركة فيها شايف إزاي الأهلي مع شكل أكبر مع عدد أكبر من الأندية يعلي طموحه فيها في بطولة بتجمع أبطال مش أبطال قارات بس بل عمالقة كل قارة مبارح دروكبة كان بيقول إن دي فرصة مثالية إن أفريقيا تصنع التاريخ من خلال أنديتها شايف إنت إزاي مشاركة الأهلي في النسخة بشكلها اللي جاي أنا شايف إنها صعبة عاوة هتبقى صعبة عاوة للأفرق خصوصاً الأندية اللي هتلعب معك عنديها كبيرة جداً وعنديها على مستوى عالي جداً 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 سواء في أسيا أو في أفريقيا سواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية لا إنت بتتكلم في فرع وأسماء كبيرة جداً فالحظوظ إن أنت ترتلع تاني وتجيب برونزية أو تجيب مدالية أكبر أو توصل مثلاً لمبارا النهاية أعتقد هتبقى أصعب هتبقى أصعب كتير جداً إلا إذا نجربة مختلفة بأممتعة مختلفة تماماً إنت داخل دلوقتي كأنك بطولة كاس أمم للأندية يعني كاس أمم مقرية أو كاس العلم للقراط أو كاس عالم مقبار أو كبر بس على مستوى أندية إنت بقى وطولة نفسك تقدر تاخد المجموعة تطلع أول أو تاني تقدر تلعب تمانية تقدر قبل النهائي الأمور بطولة مجمعة طويلة هي بصراحة الفكرة بتاعتها تخليك متحمس لها جداً بس إنت إحنا إحنا كإمكانيات هنقدر مع الفرة دي وهنا معناها أن الأهلي قدامه فترتين انتقالات يشتغل خلالهم على تعاقد على شكل الفريق اللي هيلعب كاس العام للأندية بكلمة في الصيف والشتاء اللي جايين شايف ده إزاي وشايف المفهود الأهلي يتحرك إزاي علشان يبني قوام بي ما يبقاش مجرد مشارك في كاس العام للأندية لازم اللي هنقي يكون على يعني بص تنقية سوبر يعني أنا مش هجيب لعيب لسه هبدأ يخليه ينسجب ولا لسه هخليه ننزله الأول كده ونشوف إمكانياته لا أنا جايب لعيب عنده الهيستوري بتاعه قوي جداً سيفي بتاعه قوي جداً ورجليه في الملعب ودي نقطة جداً مهمة جداً رجليه في الملعب ووضح أنه مثلاً لعب مؤثر في أي مركز بقى سواء مساكن ملعب سواء ورقة الصحاربة الأماكن اللي نادي الأهل هيبقى عايز موجود فيها عكس لو أنت لسه هجيب واحد عايز تأهله وعندنا نمازك زي مودرس مثلاً قالك ده لسه ما تأهلش علشان كان ما بيلعبش الفترة الأخيرة ومع عامل السن الجنين ده هيبقى في ضغط موراية كتير اللي بيلعب في نادي الأهل والزمالك عنده ضغط موراية طبعاً فأنت عامل السن ده بقى يفرق معك في الوقت إن انت تقدر تتكمل ولا تقارير بتتكلم عن تريزي جيه إنه عنده رغبة إنه يلعب في الأهلي في كسر عامل أندية وبالتالي الطرفين مستفيدين الأهلي بيجيب جناح دولي سوبر طبعاً ماكملش مقدرش يكمل في الاحتراف أو يروح على نادي أحد الأندية التركية أو يرجع إنجلترا تاني وده أعتقد هيبقى صعب شوية على تريزي جيه أعتقد إنه هو أقرب نادي ليه في مصر هيكون نادي الأهلي أجيد وبنسمع عنني إنه هو برضو أعرض إنه هو يكون موجود في النادي الأهلي طبعاً خبرة تبيرة جداً ولعيب صاحب خبرات عالية جداً وصاحب اسم كبير جداً كل ده بيكوي هيكوي النادي الأهلي ودي له دفع قوي جداً لو حصل فعلاً تريزي جيه والنيني فأنت بتأقل قوامك جداً بشكل دي أنت دلوقتي بتبص إنه إنت معك لعيبة عالمية لعيبة عالمية لعيبة دولة ولعيبة عالمية واحد زي النيني كان بلعب في الأرسلان وتريزي جيه اللي لعب في أسلم فيلا وكسر الدنيا في الدولة لا إنت بتلعب على لعيبة أكبر جداً في الباكليفت إحنا من دلوقتي بنتكلم عن هل هيستمر علي معلول ولا لأ وفكرة التفاوض من أجل التمديد من عدمه بعد ماتش مازم بيه فبالتالي وإنت بتتكلم عن نسخة كسر عالم اللي جاية فيه احتمالات كبيرة أن ما يكونش علي معلول وقتها موجود مع الأهلي احتمالات وبالتالي مركز الظاهر الأيصر إزاي أتعامل مع الأهلي في مرحلة ما بعد علي معلول اللي هي مرحلة مؤثرة جداً بمركز ودور مؤثر جداً في وجود نجمةونس هو لازم يحضر البديل لكن حتى هذه اللحظة مفيش بديل البديل اللي كان هيجي تصاب شكري شكري الدي بيسي لسه لعيب صغير عايز لسه فترة عشان يقدر يمسك المكان ده انت عايز لعيب بييجي جاهز ييجي مش هقول مستوى زي علي معلول قريب من علي معلول لأن انت مش هينفع تلاقي لعيب دلوقتي مستوى زي علي معلول رغم سنه رغم خبرات كل حاجة فانا معه عشان هيدخل على بطولات كبيرة زي دي مع تجديد العلي معلول مع التجديد العلي معلول طبعاً ايه اللي بينقص كريم الدبيس يخلي لعبه قليلة ويخلي اتجاه كلر وقت راحة علي معلول يكون لعمر كمال عبد الواحد اللي بيرعب ناحية اليمين لخالد عبد الفتاح في وقت من دوقات لسه صغير هاني لسه صغير طبعاً عايز نصائحك ليه النصائح ليه في دوق المستوى اللي بيقدمه لمن يلعب ان هو يشتغل يشتغل ويتعلم اللعبة اللي تلعب حولك وخصوصاً علي معلول شوف طريقة لعبه يتعلم منه مش عيب انا ما طلقت ناشئين ما كنت في الناشئين وطلقت في الفريق الاول معنات ازاي كنت بتفرج على كابتن احمد رنز اه شوف كابتن احمد رنز بيشتغل ازاي اه كابتن خلل غندور كابتن محمد صبري النجوم الكوبار دول كلهم كانوا اكبر مني ايه بتشوف الستايل اللعبهم بيشتغلوا ازاي هو ايه اللي خلي علي يفرق عن اي باكلفت اه اولاً اما بيطلع بيطلع مؤثر اه لما بيجيب يعني يتاح ليه انه يجيب اهدف بيجيب اهدف مضبوط لما بيكون الدنيا مزنوقة اوي هو الوحيد اللي يقدر يفكها لك خطير يبقى أنا لازم أتعلم منه وإمتى يبقى مؤثر وإمتى هطلع بحساب وإمتى لو جت لفرصة على المربع لازم يتور من نفسه لازم يشتغل على دور أنت كنت بتاخد خط ناحية الشمال دي رايح جاي بتعرف تدافع وإنت باكليفت بتهاجم وإنت وينجر بتلعب في الثلاثة بتلعب في الأربعة على ذكر بقى الجناح مصطفى شلبي أحمد عبدالقادر حساني الشحات لو هتعقد مقارنة ما بينهم مين اللي هيكون الأفضل؟ مين أكثرهم مهارة؟ أحمد عبدالقادر حرفانة يعني أيوة لكن هو مقصر بحق نفسه لازم يشتغل على نفسي لازم يشتغل على نفسي وقوت نفسي واشتغل رغم أن عندك شلبي مصطفى شلبي ده يعني عنده نعمة كبيرة قصة السرعات السرعات مع مهارة تخيل أنت مع قوام القوي مع الطول بتاعه مع مهارته ممكن نروح برضه في حتة تاني لكن أنا شايف حسين الشحات لو رجع المستوى حسينها هيقعد الناس كلها هيقعد الناس كلها فيما يخص التلاتة اللي احنا بنعمل علينا المقارنة لو بتقول بقى مقارنة لو هيروح المتخب مصر بقى الحسين أكيد بس في تريزيجي وفي مرموش ده دي كتصة تانية بقى دي بتاعت الكابتل حسان يشوف بقى يحط مين وهيحط مين يمين هيحط مين شمال ومع عودة صلاح طبعا مع عودة صلاح خلاص لكن انت عندك مشكلة في الحتة دي هو اقدر رواحد ان هو يقدر يحط لنا التشكيل الامسل عشان نوصل لهدفنا الرئيسي اللي هو كاس العالم ان شاء الله كالل انت مع كابتل حسان حسن منذ تولي المسؤولية اتباركت له طبعا وقلت له بالتوفيق ان شاء الله ومهمة صعبة لكن هو قده بازن الله ان يقدر ان هو يحفر اسمه ويحفر اسم مصر تاني ونطلع كاس العالم ان شاء الله ما كنتش في وقت مرشح انك تبقى معاه في الجهاز المعاون انا بقى لي فترة كنت مش باشتغل مع كابتل حسان فكانت الامور بالنسبة ان انا كن موجود معا يعني كان الامور صعبة مش قائمة ليه يعني انا كانت لي فترة وجاي فرصة ان انا اشتغل برة ممكن قلتها في اكتر من برنامج وكلمت كابتل حسان وقلت له العين دي فرصة ان انا اشتغل برة فبعد اذن كان هو زائل مني شوية ساعتها وكان نفسه ان انا اكمل لكن انا في النهاية قلت خدت القرار ان انا مش هقدر اكمل كل واحد بيبقى يعني ليه طموحات وتحركات طبعا متحركات فانا بناء على هذا الطموع اتوكلت على الله وخدت قراريا العنصر اللي موجود في الدوري بما ان الكابتن حسان بيبص على لعبة الدوري اللي تقول له ركز معاك الله يكون فعونه والله العظيم الله يكون فعونه على فكرة ده كلامه انه هو متضايق من مستوى اصلنا عارفه انا كمان عارفه كويس جدا معارفه هو بيبص لايه صناعة اللعب الدولي مستهلة تسيبك بقى من الدوري واللي بيحصل في الدوري واللعب اللي بيجنهه ربع ده واللي بيجنهه نص ده لا ما يأكلش عايش في المبارات الدولية عادينا شوفتنا اختبار صغير اختبار صغير مع كرواتيا كنا عاملين ازاي وده اختبار صغير ده انا بقول لك ايوه مباراة ودي مش مباراة رسمية الاختبار حقيقي مباراة رسمية المباراة الوديها ده كل ده بتتراكة من الخبرات صح هو لا عكس لما شوفنا جيلنا لما لعب مثلا مع البرازيل عاملين احراجنا البرازيل واضغلبنا فعل فعل واشتغلنا كواقا وثانيا وقدم ان احنا كنا ممكن نكسب البرازيل صح هو لا ازا الكواليتي الموجودة حاليا غير الكواليتي قبل كده فالله يكون فعون والله يكون فعون ومع كم الاصابات الموجودين مع كم الامور الصعبة مع عدم لسه التلاقي ما بينه وما بين محمد صلاح فالامور لسه الله يكون فعون كل اللي بتقوله ده يخليك تقتنع او تتفق مع فكرته بانه محتاج اسبوع زيادة قبل التوقف الدولة ما هو بغصب عنه هو بغصب عنه ليه هو عاوز يحفظ اللعيبة ومش هتجي تحفظ اللعيبة في يوم ولا اتنين انت دلوقتي مدرب جديد جاي بشكل جديد بتاكتكس جديد باسلوب جديد تماما فانت دلوقتي عايز فترة طويلة شوية علشان تقدر تعلمهم ده وياخدوا على بعض يبقى فيه انسجامة بينهم ومن بعض فدي طبعا المدرب دايما بيعاوز طالع افضل شيء بيعاوز احسن ما عنده فهو بيفكر هو اكتر واحد يفكر في الوقت اللي ينسبه في الوقت الحال فاعتقد وجود اسبوع زيادة هيفرق كتير جدا معي هنشوفك قريب في الملاعب مرة تانية ان شاء الله بإذن دعواتك في اي حاجة قريبة يعني ربنا سأل في حاجة كده جاية وربنا يكرر ان شاء الله تكمل على خير داخلية ولا خارجية داخلية ان شاء الله رجل اول ولا رجل تاني لا اول ان شاء الله اول يا مسهل لا عوادك ان شاء الله دايما بنكون سعداء وانت عارف حبولك معنا نجم الكرة المصرية الكابتن طارق سعيد ووفق دايما يا كابتن هاني وان شاء الله بتسعدنا وبنتفرج عليك كل يوم شرف ليا شرف كبير ليا نورنا الكابتن طارق السعيد نجم الكرة المصرية والزمالك والأهلي واندرلاخت البلجيكي وانتو كمان نورتونا في حالاته النهاردة غدا مفيش حلقة لكن نلتقي يوم الخميس بإذن الله في ليلة مباراة الأهلي مع مازينبي في قياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى نلتقي تحيات كل فري العمل وتحياتي هاني حتخوت إلى اللقاء